طيب هو ان شاء الله هناخد مع بعض الكورس الخاص بالإيكوناماتريكس طبعا انا سمعت ان كنتوا دراستوا قبل كده مع الدكتور محمد عزت وكنتوا شاغالين على الاس بس اس فده طبعا هيردلنا كويس في الكورس بتاعنا لان يعني هو شبع بصدر بس شوي فعشان كده هنحتاج عندنا باكجراوند كويس اوي في الستاتيستيكس عشان نقدر نمشي ان شاء الله في المادة فانا طبعا هبقى يعني هسألكم ايه اللي تدرستو بحيث لو في معلومة ناقصة اه لو انا احتاجتها هبقى اشخالكم بحيث ايه اه لان اه انتو عارفين طبعا الكورس ده المفروض بتاعته هي الستاتيستيكس فلو انتو غطيتوا كل اللي انا محتاجه فده هيبقى كويس جدا لو في حاجات مش متغطية في الستاتيستيكس طبعا هبطر ان انا اغطيها معاك وانا شغال في الكورس بتاع هي المادة في طبيعتها طبعا كلها شغل ومواضلز وكلام ده كله اه هو ان شاء الله التقييم بتاع المادة هيبقى عبارة عن جزئين هيبقى عندنا ده هيبقى حاجة كبيرة كده هتعملها اه وفقا للميستيدالجي اللي انا ان شاء الله هشرحه النهاردة الخاص بالايكوناماتريكس الميستيدالجي معين هنشرحه فيه شابتر ان شاء الله فانت هتطبق الميستيدالج ده على اي كيس تعجيبك هقولك على وفيه عندنا مواقع كتيرة فيها داتا اه موجودة في الابندكس تعالكتاب فهتلاقي فيه اه الكلام ده موجود يقدر تدور على اه داتا خاصة بالايكوناميكس ويتقدر تعمل عليها البروجيكت وفقا للخطوات اللي انا هقولها اه ان شاء الله هو دايما الكورس بتاع الايكوناماتريكس هو اه خاص بازاي بقيس الريلاشنشيبس بتوين الايكوناميك فاريولز وطبعا فيه الطرق اللي بقيس بيها الريلاشنشيبس مبين الفاريولز فيه عندنا والريجريشن اناليسيز والريجريشن اناليسي والتايم سيريز اناليسي وانت هتلاقي دايما اي كورس في الايكوناماتريكس ما فيهوش غير التلات حاجات دول هتلاقيه هتلاقيه الطول الترم بيكلم على الكوروليشن والريجريشن والتايم سيريز اناليسي بس مابيش غير كده يعني هو كل الايكوناماتريكس بيستخدم الطولز بتاعة الايكوناميك بقيس الايه الايكوناميك بقيس بين الباريولز وبعضها البعض وده اللي انت ان شاء الله تعمله في البروجيكت وعلى داتا طبعا اه فعلية عشان يبقى الجزء اللي عمل كده الاطلاق كويس قوي من خلال البروجيكت الامتحان هيبقى برضو بالسوفتوير يعني مش هتحل حاجة بيدك فانت مش محتاجة طبعا تبقى حافظ مغادلات مهم اهم حاجة تبقى فاهم بس الدنيا ماشية ازاي وإيه اللي بيتم لكن اللعب بتاع الحل والكلام من ده هيبقى كله على الصوفتوير فده اللي احنا هنمشي به ان شاء الله في المادة وهنخلي الويت الاكبر على البروجيكت والامتحان هيبقى الويت الاهل يعني ممكن نخليها ستين اربعين او سبعين تلاتين اه حسب ما نشوفه احنا شغالين ان شاء الله في الكورس فدي في ايدينا مفيش مشكلة نقدر تغيرها اه في اي وقت فده ده ايه النظام اللي احنا هنمشي به اه ان شاء الله المحاضرة دايما انا هفتح قبل الساعة عشرة بشوية عشان المفروض طبعا انتم عارفين في المايكروسوفت تيم المفروض ان انا بفتح الاول السيشن وبعدين الناس تبدأ تخش وراي لو حد دخل قبلي هتلاقيه قاعد في السيشن لوحده وانا في سيشن تانية ثالث مع الطابة فعشان كده ايه الناس تدخل ابتداء من اه اول ما تلاقيين ان انا دخلت تبدأ تيه اه تخش ممكن اه ان انا لما هدخل ههتطلقوا رسالة على الجروب على الواتساب عشان انتم عارفين ان انا خلاص فتحت المايكروسوفت تيم وتبدأوا وتخشوا اه وراي على طول عشان يبقل لنا في نفس الايه السيشن لاني كانت بتحصل بعض الاخطاء في الاول كده اول ما استخدمنا دخل طوير ده كنت تلاقي الدكتور فاتح سيشن ونص الطالبة في سيشن تاني واتلت الطالبة في سيشن تالت وكاسة سيشن مفتوح ومش كلهم مع بعض كل واحد في حت فبس عشان ايه تبديني بس منظمة كده اه فانا ان شاء الله اول ما هفتح هخط اعط رسالة على الجروب بتاع الواتساب ان انا اه اونلاين فتبدأ الناس تقش وراي على اه المبدأ انا دايما هستنى في حدود العشرة ده على ما الناس تتجمع وبعدين هبدأ المحاضرة على طول فانا هفتح قبل عشرة لكن ان شاء الله يعني عشرة وعشرة وحدش تاخر عن كده بحيث ان عشرة وعشرة هتكون المحاضرة شغالة اه ان شاء الله ده ليه الترتيبات اللي احنا اه هنمشي بها انا دايما بشتغل ساعتين متواصلين وبعدين بدي بريك فانا فانا هشتغل اه لغاية اه صلاة الظهر ان شاء الله وبعدين هدي بريك اه وقت صلاة الظهر بريك الدهر ده بديه ساعة طويلة بحيث ان انا اه بنفطر بقى ونشرب الشاي ونصلي بعدين نبدأ بعد كده بدي كمان بريك على صلاة العصر نص ساعة وبعد كده بشتغل من بعد البريك ده لغاية الساعة ستة تمام? يعني لما بخلص بدري بتبقى خمسة ونص. بخلص متاخر بتبقى ستة. يعني دائما هتليدي بخلص من خمسة الى خمسة ونص. معده طبعا اول محاضرة لسا بس هتزخانه وبعد كده اه ان شاء الله ده النظام اللي انا بشتغل به. عدى عنده اي استفسار قبل ما نبدأ? شكرا. استفسار بعد ازنا حضرتك. لو انا احبيت اه استفهم عن حاجة وحضرتك شغال. انتظر ما حاجة تخلص اه اخوش اسأل على طول. ليس ال على طول ليس ال على طول. يعني. يعني شغال في حتة عايزنا اعدها تقول على طول في ساعتها. عشان ايه ما نقطعش جد طويل وانت في حتة فاتتك ما انتش فاهم. فاول باول كده يا جماعة. يعني اول باول كده ايه. عشان ما بقاش. لا 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 ما فيش ما فيش خالص. يعني انا بحب كده. انا بحب ان ايه? انه انا اشغال في حتة. ابدأ نعيشني فيها. اسألني فيها. عايز تستفسر اكتر كده يعني. بحيس ان ايه? اه ما نقلش على نقطة تكون انت النقطة اللي قبلها مش مستوعبك كويس. فاول بحيس. اللي عايز يعني ارفع ايدي واحداك. بعد كده اسأل انت عايز تسأل عليه? ولا اخش على طول. مهم مشكلة في في الصوفتوير ده. ما بيداش لو انا فاتح الباور بوينت. يعني لو انا فاتح. يعني اللي يبقى عن سؤالي واحد اخل على طول بقى. بالزبط كده. يعني انا لو فاتح الشاشة دي هشوف انك انت اه. لكن لو انا فاتح الباور بوينت ما بيظهرش. للاسف مش زي الزوم. يعني الزوم كان كده كان بيظهر لي. وانا فاتح الباور بوينت. اللي فلانا عايز يسأل. هنا ما بتبانش للأسف. طيب. مش بتبان. فهيسأل على طول. انا مجرد هسمح حد صوته وطلع. حاجة انا ايه? سأل. هسأل. هشوف حد عايزي يسأل سؤال. وهبدأ ايه? اجاب. فعلا طول بس ديني هنت انك هتكلم. حاجة انا اقول لك اسأل على طول. ما تيداش. شكرا. 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 وده مش بيعملي انترابش. انا عادي ببعرف بوصل لغاية فين وبكمل عادي مفيش مفيش بشكل خالص. ايه استفسار تاني جمعا? طيب. هو بس قبل ما ابدأ. هسألكم كده كم حاجة كده? انتوا كنتوا شغالين على كام في الاسب اس اس? كام ستة عشرين ولا سبعة عشرين ولا تمانية وعشرين? ستة عشرين. ستة عشرين. ستة وعشرين. طيب انا عندي ستة عشرين وعني. مت mandakye. مش مشكلة. انا عندي ستة وعشرين وعندي سبعة عشرين. فاحناه نشغل على ستة وعشرين. حتى هو ستة عشرين الكريك بتاعه كويس ومضبوط. وله هتلاقي الالوان بتاعة الصوفتور حلو جدا. احسب من سبعة عشرين. عندي سبعة عشرين مش عاجبني يعني. لأ ستة عشرين افضل فهنشغل ان شاء الله على ستة وعشرين. طيب. ده أول سؤال. سؤال الثاني. انتوا ايه الموضوعات اللي درستوها في الاستاتيستيكس تقريبا. انا هقولوك على شوية اسامي وانتوا تقولوه لغتطوها ولا لا. يعني احنا مثلا عندنا في الاستاتيستيكس الجزء الخاص بي احنا دايما ما جيب اتكلم على الاستاتيستيكس بنيسمها الى نوعين. في عندنا التستات الخاصة بالتست بهايبوسيسيز نادة بتست الديفرنسيز وفي تستات خاصة بالريلاشنشافز. التستات الخاصة بالديفرنسيز زي مثلا التي تاست والانوبا والكروسكا الوالس تاست المانويتني تاست زي الفريدمن تاست الحاجات اللي درستو الكلام ده ولا مدرستوهش. الانوبا بس يا رجل. الانوبا بس من كل ده. دكتور هو. دكتور هو في تفاوت الحاجات اللي احنا اخذ لها في ناس يعني كان معنا زميل ماخدش اس بي اس اس خالص. ويعني في في يعني معنا برضو زملاء اخدوا عندي حضرتك. فهما واخدين اللي هيبقى فيش تاست اه 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 يعني اه اه كل هما يتعلقوا الان بي اي اللي حضرتك كنت يمديه السنة اللي فاتك تواخدينه في. لا مش مكلمة عليهم بايه. وشيطوا درسو ستاتيستيكس في الدكتوراه المادة اللي قابلي. ايه دكتور احنا درسنا ستاتيستيكس خدنا. اه تماما ده. اخدنا كوشنير. كوشنير في الريجريشن والكوريشن. تبع كوشنير. طيب انت قل لكم درسو ستاتيستيكس مع محمد عزة الترمي اللي فات. مزبوط? مزبوط يا رب. مزبوط. خلص انا انا اسأله وهو عطي. بس وخلص. وريحكم ده اللي ايه من الحيطة دي. طيب المهم هو بس ايه? هنا ازا ما قلت الايكونوماتريكس بيعتمد كتير جدا على الاستاتيستيكس. ازا ما تشوش في الوقت الديفنيشن اللي انا هقول عن الايكونوماتريكس هتلاقيها كلها السلسة. فانا هعرف منه بحيث ان انا كمل لكم الحاجات اللي ايه اللي نعصى. اه على اساس بس نقدر نفهم الكورس كويس. اه ان شاء الله. فكده خلاص مفيش مشكلة. هلا حد عنده ايستبصار تاني قبل ما ابدأ. انا ان شاء الله هبدأ بالانترو دكشن. الخاصة بالايكونوماتريكس. تي مجرد بس هندي شوية وبعدين هتكلم من ديتيلز على الخاص بالايكونوماتريكس. بنعمل ايه? لو انا عندي ايكونوماتريكس بروبليم وعايز احلام. الايكونوماتريكس ده طبعا من العلوم الجديدة اللي مش قديمة قوي زي الطب والكامستري والفايزيكس والكلام ده كله. يعني انت عندك الطب والكامستري والفايزيكس والحاجات دي دي حاجات بقالها الاف السنين. الايكونوماتريكس ده يعتبر يعني علم صغير لسم. ما انت بتاعته تمت بعد الحرب العالمية التانية. هو ظهر قبل الحرب العالمية التانية. لكن بتاعته التطور بتاعه بدأ يظهر فيه كتير. كان بعد الحرب العالمية التانية يعني سنة 1945. عشان كده بيقول. الايكونوماتريكس is a young science. it is developed during the previous century and primary after the world war second. اللي هي الحرب العالمية اللي ايه التانية. طيب. الايكونوماتريكس ده ايه الديفينيشنز تعدو فيه ديفينيشنز كتيرة خاصة بالعلم بالعلم بتاع الايكونوماتريكس. يمكن افضلهم او كلهم بيصبوا حواليه النفس الشيء. التعريف اللي عملته الايكونوماتريكس دي جماعية علمية خاصة بالايكونوماتريكس. والديفينيشن ده تم سنة 1933. يعني قبل الحرب العالمية التانية. كان لسه العلم بينشأ. احنا قلنا هو نشأ قبل الحرب العالمية التانية. لكن التطور بتاعه كان بعد الحرب العالمية التانية. يعني بعد سنة 1945. فقالوا ايه بقى الايكونوماتريكس ده? اولا كلمة الترجمة بتاعتها بالعربي ايه? بعض الناس بتترجمة الاقتصاد القياسي وبعض الناس بتترجمة الاحصاء القياسي. يعني تمشي الاقتصاد القياسي وتمشي الاحصاء القياسي. لكن الاسم الاكثر شيوعاً هو الاقتصاد القياسي. شكبرتم معنا الكلمة بالايه بالانجليز ايه. فالناس دي قالوا يعني هو توحيد ما بين علم الستاتيكس والإيكناميك ثيري اللي هو النظرية الاقتصادية اللي أنت درسته في الإيكناميكس والماثماتيكس عشان كده الإيكناميكس ده بتطلب ما كنت تكون شاطر في الإيكناميكس وشاطر في الماثماتيكس عشان تقدر تفهم الإيكناميكس كويس وتكون دارس شوية إيكناميكس شوية علم إيه؟ علم إقتصاد إذن هما خدوا الستاتيكس والإيكناميك ثيري والماثماتيكس ضربوها في الخلاط كده طلعونا بعلم الإيه؟ الإيكناميكس يعني بعلم الإيكناميكس هو يعني توحيد للستاتيكس الإيكناميك ثيري وماثماتيكس عشان كده هتنيني كل التير مع مالاش رح الستاتيكس وماثماتيكس والنظرية صديد ريه التطبيب أنا ما جاء أطبع بطبع على الإيكناميك على متغرات اقتصادية بس إذا القصة بتاعة الإيكناميكس هذه أول الديفنيشن الديفنيشن الثاني وهو هو منصب على نفس الكلام برضو قال لك إن الإيكناميكس هو علم من العلم الاجتماعي زي الاكاونتنج والستاتيكس والبزنس والمانجميت كل دول على بعض بيستموهم سوشيال ساينس باخد التولز بتاعة الإيكناميك ثيري والماثماتيكس والستاتيكس اللي هو الإحصاء الاستدلالي يعني وبعمل كل الكلام ده عشان نعمل لإيكناميك فينامينا يعني أنا عندي ظاهرة اقتصادية عايز نعمل لها فببدأ أستخدم الماثماتيكس والستاتيكس والإيكناميك ثيري عشان نعمل أنالسل للظاهرة دي وارجع بالآخر بتفسير ليه الظاهرة دي إيه سببها وإيه علاقة المتغيرات الاتصادية بعضها البعض ده التعريف بتاع الإيكناماتيكس في حد مش فاهم الدفينيشن ده لازم نفهم الدفينيشن عشان عبقى أنا فاهم العالم ده بيتكلم في إيه طبق فهدو الكلام ده تقدر تقول بقى إن الإيكناماتيكس عمل ايه إحنا عندنا دلوقتي الإيكناميك ثيري بيتحدد لي العلاقات بين المتغيرات وبعضها البعض زي مثلا زي إيه الإيكناميك ثيري إنتوا مثلا درستوا في الإيكناميكس الديماند ثيري نظرية الطلب الديماند ثيري الإيكناميكس أو علم الإيكناميكس هاليه قال لي إن فيه نيجاتف ريليشن شيب بين البرايس والديماند وقال لي إن فيه باستف ريليشن شيب ما بين الكوانت الديماند والإنكم بتاع المستهلك وقال لي إن فيه بصف ريليشنشيب ما بين الـ Quant demanded والتست بتاع ليه المستهلك عن سؤال وإن فيه مثلا إنت عارف يعني الـ Determinance تاعت الدماند اللي قالتها الإيكوناميك ثيري عبار عنه الـ Price بتاع السلعة والـ Price بتاع الـ Alternative Commodity للسلعة البديلة والـ Price بتاع الـ Complementary Commodity للسلعة المكملة والـ Income بتاع المستهلك والتست بتاع المستهلك دول الخمس حاجات الأساسية اللي بيحددوا الـ Quantity Demand يعني دول اللي بيأثروا فيه الـ Demand إذن أنا عندي Economic Theory قالت حاجات معينة طيب أبدأ أجمع الـ Data الخاصة بالـ Variables اللي قالتها الـ Economic Theory يعني الـ Data الخاصة بيه؟ لو أنا عايزة إيس Demand Functions يبقى أنا هشوف الـ Economic Theory قالت الـ Demand ده إيه اللي بيأثر فيه؟ فإحنا عندنا الـ Demand تمام؟ وعندنا الـ Price وعندنا الـ Income والـ Price تاع الـ Alternative Commodity والـ Complementary Commodity والـ Test تاع المستهلك هذه ستة متغيرات فأنا ببدأ أجيب الـ Empirical Data الخاصة بالـ Variables الـ Variables دي هي دي اللي احنا بنسميها Economic Variables متغيرات اقتصادية طيب أكتين دول ببقى محتاجهم بيخشوا على الـ Economatrix تمام؟ يبقى أنا الـ Economatrix ده اللي هو زي ما قلنا عبارة عن Statistics و Mathematics يعني الـ Tools بتاعة الـ Economatrix هي الـ Statistics و Mathematics طيب يبقى أنا عندي الـ Economic ثاني وعندي الـ Data بتاعة الـ Variables يخشوا على الـ Economatrix بنطلع بيه في الآخر بنطلع بـ Measured Relationship ما بين الـ Variables وبعضها البعض كأنه إيه؟ كأنه ربط Theory بالـ Data وبشوف بعد ما بعمل الـ Relationship دي بتستبقى هل فعلا الـ Relationship اللي أنا تعاطي بها من الـ Economatrix دي بتؤكد اللي بتقوله الـ Economic Theory ولا لا؟ إذن نقدر نقول أن الـ Economatrix is a branch of economics يعني هو فرع من علوم الاقتصاد يعني الناس اللي هي متخصصة في الـ Economics لازم يدرس مادة اسمها Economatrix ولازم يدرس مادة اسمها Mathematical Economics على التخصص اقتصاد يعني أنا أصلاً باكريوز اقتصاد ففي الباكريوز ده درسنا مادة اسمها Economatrix ودرسنا مادة اسمها Mathematical Economics اللي هو الاقتصاد الرياضي إذن أنا هنا في الإيكوناماتريكس هو فرع من علوم الإيه؟ الإيكوناميكس that seeks to measure and correlate the relationship فدايماً الهدف من الإيكوناماتريكس وعشانك سأموه اقتصاد قياسي الهدف إيه؟ إننا إيس الإيكوناميك ريليشنشيب العلاقات الاقتصادية ما بين الإيكوناميك باريكس ده الدور اللي بيقوم به الإيكوناماتريكس يبقى الإيكوناماتريكس الغرض منه to measure the relationship between الإيكوناميك باريكس طب هو عشان يميجر الريليشنشيب بين الفاريكس محتاج تولز طب إيه التولز اللي هو محتاجة؟ محتاج الماسماتيكس محتاج الستاتيستيكس عشان يقيس لإيه؟ الريليشنشيبس دي طب مين اللي هيقوله على الريليشنشيبس دي؟ الإيكوناميك ثيري اللي هو علم الاقتصاد أو النظرية الاقتصادية هي اللي قالت نينا إن فيه نيجيتف ريليشنشيب بين البرايس والديماند طب أنا عشان أأكد إن النظرية كلامها صح ولا غالط هعمل إيه؟ راح أجيب داتا ليه البرايس ولليه الديماند وأبدأ أستخدم الإيكوناماتريكس عيس العلاقة دي وأشوف فعلا العلاقة دي مصطوة يعني هل النظرية كلامها صحيح ولا النظرية كلامها مش مصطوطة تفهمني كده الكلام دي يا جماعة؟ دي دا علم الإيكوناماتريكس اللي احنا هنتكلمها حد عنده أي استفسار؟ نعم تمام يا دكتور تمام لو أدروا كده طيب إذاً نقدر نقول الإيكوناماتريكس is the application of statistical techniques to economic data يبقى أنا عندي statistical techniques وعندي economic data خلاص؟ إذاً أنا لو كنت بدأت لكم statistics وعدت كل الابليكيشن اللي بدأت لك كلها economics يبقى إني بدأت لك econometrics بالظبط يبقى أنا لو بدأت لك course statistics كل الexamples اللي أنا بديها في المحاضرة كلها عبارة عن economic relationships عبارة عن economic variables يبقى كلمك عن demand وعن price وعن interest rate وعن gross domestic product وككلها متغارات اقتصادية يبقى إني بالظبط بدأت لك إيه econometrics إذن econometrics هنبص الرسمة دي بتقول إيه أدي economics وعدي statistics النقطة اللي في النص دي اللون هالغامي دي ده بنسميها intersection يبقى كأن econometrics ده عبارة عن intersection ما بين economics والstatistics طالعونا بعلم جديد كده سموه econometrics إذن econometrics هو عبارة عن application of statistical techniques to economic data أشكد هكتليني طول التيرم بشكلها ك statistics بس تطبيق على economic data بس بعمق شوية عن اللي أنت درسته applicative econometrics عشان أحدد economic policy إن أنا أعمل السياسة النقدية أعمل السياسة الصادية السياسة المالية الفصل دي كل إذن أنا على مستوى business أو private sector ممكن أنا أستخدم econometrics عشان أقيس demand function أو supply function أو ممكن أنا أقيس production function والcost function ممكن أنا أقيس أعمل financial analysis للماركت ممكن أنا أستخدمه عشان أحدد السهم بتاعت البورصة أشتري مين وبيع مين وكلام ده كله يبقى على مستوى الخاص econometrics ممكن أستخدمه عشان يساعدني في decision making على مستوى العام اللي هو public sector ممكن بقى policy makers يستخدموه في صناعة السياسات المالية الصناعة السياسات النقضية والأمور ده كلها فأنا ممكن أنا أستخدمه على مستوى government public sector إن أنا إيس aggregate demand يعني الطلب الكلي أو aggregate supply اللي هو العرض الكلي للسلعة على مستوى الاقتصاد القومي ممكن أنا أستخدمه في macro economics حلاقات بقى gross domestic product بسعر الفايدة بكذا 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 كل ده ممكن أنا أستخدم economic إذن economic ممكن أستخدمه عشان economic relationships سواء كان على مستوى private أو public sectors يستخدم في كل الاتجاهات طب ليه بندرس economic يعني لماذا اكتفناش بالeconomic theory وخلاص على كده أو mathematical economics يعني economic ده ظهر بعد economic theory وبعد الماثماتيكا economic يعني دول ظهروا الأول كعلم دول ظهروا الأول طيب بس كده economic theory بتقول ايه economic theory بتديني statement يعني 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 economic theory لو انا اجي مسلا اتكلم على demand هي اللي قالتلي ان there is a negative relationship between price with demand ده عبارة عن hypothesis يبقى hypothesis تاني ان انا بحدد علاقة بين مثلا two barriers لما اقول لك مثلا ان there is a negative relationship between price with demand ده اسمه hypothesis خلاص كلمة hypothesis هو عبارة عن claim او assumption يعني عبارة عن ادعاء او افتراض على relationship ما بين two values فانا بتدعي ان في negative relationship ما بين price with demand يبقى اسمه hypothesis يبقى hypothesis تقدر تقول تاني هو عبارة عن statement that may be true or false اللي مين هيأكد ان هي true ولا false ال economic matrix طيب هاجي بعد كده يبقى economic theory قال الهايباص قال ان في negative relationship between price with demand يجي بعد كده ياخد الكلام النظري اللي بيقوله ده يترجمه في شكل mathematical functions يعني mathematical economics دايما يعني انا ما درست انا درست economics هو mathematical economics اللي بتدرسه هنا هو هنا بس اللي بيديك كل كل كلام ونظر واللي بيديك كل كل كلام النظر ده بيترجمه لك في شكل معادلات يقعد x y ويزد يعني كلها equations والكلام ده كل زي هنا mathematical economics بياخد economics theory بياخد hypothesis يترجمه الى mathematical four علاقة رياضي نيه بعد كده economics ياخد العلاقة الرياضي دي يقسها بقى يعني يطلع يعني كان المثمات economics بيصيغ الموضل وال economics هو اللي بيميجر الموضل ده يعني ايه بيميجر الموضل ده يعني مثلا لو انا جيت economic theory في ناس بس المايك بتاعها مفتوح فعليت بس اكد ان المايك بتاعك مقفوض فأنا هنا دلوقتي economic theory قال لي ان there is a negative relationship between price والdemand هيجي الماثمات economics واخد الكلام ده بترجمولي في شكل معادل يقول لي y بتساوي a زائد bx y هي quantity demanded والx هي price ده اسمه mathematical model نيجي بعد كده econometrics هيعمل ايه هياخد الموضل ده ايسو يعني ايسو يعني يحسب لقيمة a والb يعني كان econometrics يقول لي بقى في الاخر ان y بتساوي 100 minus 2x يبقى ده measured model y بتساوي 100 minus 2x ده measured model لكن الماثمات economics هيقول لك ان y بتساوي plus bx ده عبارة عن model لكن مش متأس لسه كلمة ان انا احسب البرامتر او ال coefficients الموجودة في المادل يبقى احنا عشان كده محتاجين ال econometrics لان econometrics هو في الاخر بيطلع le measured models بدون econometrics هيبقى في الاخر عندي نظرية وعندي معادلة غير مقاص ما استفد ماشي فاللي بيكمل بقى الدائر دي عشان تبقى دائرة مغلقة هو علم ال econometrics عشان كده لازم ندرس econometrics فضل ماليش المفروض ان هو هيطلع ل يعني هيطلع ل values بتاعتها لا بدون values الماثماتيكا المجرد صياغة للموضل فقط لغير يعني اخيرنا نصيغ الموضل هيحط ال الماثماتيكا هيحط لي الموضل بتاع ال بالظبط كده تمام بل economic theory هيقول لك statement هيقول لك ان there is a negative relationship between price والdemand دوره خلاص على كده يجي الماسماتيكا ال economic ياخد الكلمتين دول يصيرهم لي في شكل معدر يضي هيقول لي y بتساوي a زائد ال b x ال y هي و x هي price بس يجي بقى econometrics يقص a و b دول بك يعني كان econometrics هياخد المعادلة اللي هي y بتساوي a زائد x is هي لك يعني هيقول لك ان y بتساوي 100 زائد 2x او ناقص 2x بس اه دي القص يبقى احنا احنا قفلنا الدائرة المغلقة بال econometrics هو ال s عشان كان econometrics بيرجع ل economic theory measured model يعني ده بيصيغ الماضل ده بي measure model فب ايه ادي بقت الحلقة كده بقت الدائرة كاملة دي الفكرة بتاعة econometrics يبقى احنا بني address econometrics عشان ease mathematical relationship between economic variables ادي الفكرة بتاعة econometrics حد عنده اي استفسار ثاني في الجزء دي تمام كده دكتور طائعي ده لمستضالش بقى انت المفروض البراجيكت هتطبق لي الخطوات التمن حاجات دول هتعملهم على البراجت على ده اي حاجة بقى اختر طب يلمس دولش بقى بتاع econometrics دايما الخطوة الاولى create statement of theory or hypos يعني اول حاجة دايما بنبدأ زي ما عادية تعمل رسالة في الافر هي الرسالة بتاعة تجدها تعملها ازاي دايما في الرسالة بيبع عنصغها منين هابدأ اشوف بقى الدراسات السابقة قالوا ايه في الكلام ده افرد انا بادس العلاقة بين price وال demand اروح بقى ادرس في economics واشوف كل الدراسات اللي قاست العلاقة بين price وال demand والناس قالوا العلاقة بسطة والناس طبقوها من مئة سنة ناس طبقوها من عشرين سنة ابدأ اشوف كل الناس قبل كده قالت ايه بحيث ان انا في الاخر هطلع بال hypothesis بتاعت الدراسة بتاعت دي دايما الخطوة الاولى في methodology طبق الخطوة التانية طبق كل نقطة من بقيت chapter هنبدأ نمسك كل نقطة من التمانية دول هتكلم عنها بالتفصيل شوية خلاص يعني بقيت chapter هاشرح المستطولش ده in more details يبقى الخطوة الاولى ان انا بكريات الhypothes طيب بقى عندي hypothes الخطوة التانية الhypothes دي اتقال فيها اسامي variables يعني مثلا او كان الhypothes بتاعي ان ايه ايه اروح اجمع عن مين عن الpreis وعن الdemand يفرد انا بقيت بقى بقى باخد كل المتغيرات في الاعتبار الdemand والpreis والincome والpreis بتاع alternative commodity والpreis بتاع complementary commodity ادي خمس متغيرات يبقى انا اروح اجيب ال data بتاع الخمس متغيرات دول يبقى دي الصاتور رقم اثنين طيب جبنا ال data وعندي ايه اصيغ الماثماتيكا الماضل اكتب يعني اترجم الكلام ده في شكل ايكويش الماضل وفي فارق بين ده اه في فارق هقول لك بعد شوية في الشرح خلاص كده طيب الماثماتيكا الماضل حولناه الاتينوماتريك ماضل الاتينوماتريك ماضل بنعمل ايه بعد كده الخطوة بابدأ ايسو بعمل الماضل الماضل يعني بحدد قيم الماضل الماضل اللي هي ايه والبي او حسب ما هنسميه تمام طيب بقسنا الماضل بعد ما تيسو نعمل ايه ابدأ اتشك فور الماضل يعني هل الماضل ده بيمثل الاتا ولا لا ما فيه ممكن لو انا عندي اكس وواي كم ماضل بيمثل علاقة من الكتير ممكن 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 يعني اسامي كتير جدا حاجات يام انواع كتير جدا من الماضل طب انه ماضل اللي انا هستخدمه بقى الاتا بيمثل الاتا تمثيل جيد بديل خطوة رقم 6 فليها طرقة ازاي نتشك الماضل الاتاكوسي لها طرقة خطوة بعد كده لدينا خلاص الماضل تمام وحلو وكويس جدا هنعمل ايه هابدأ اتست الماضل ارجع بقى للي انا صفته في الاول خالص في رقم واحد ابدأ اعمله بقى تشكل الكريتيريا كتيرة والماضل تمام ابدأ بقى بتاعتي من الماضل هل فعلا فيه بين البيترائيس والدماند هل فيه ما بين الانكم والدماند هل فيه ما بين الالترناتف الماضل طيب عملنا تستينج الهايباس ابدأ استخدم الماضل عشان اعمل ايه الماضل او الماضل اللي بتعمل دايما الغرض من الماضل الحاجة يام ان انا اعمل حسب انا كان الغرض ايه من الدراسة اللي انا بعملها في البداية في دراسيات بيبالغرض مجرد تفسير العلاقة بين الماضل وبعضها البعض اعرف مين اللي بيأثر في الواي ومين بيأثر واعرف لما تتغير بوان يونيت الواي تتغير بكام ده اسمه كل ده اسمه الماضل او يبقى انا هنا بيس بيحسر العلاقة بين المضايرات او ممكن الماضل ده يكون الغرض ان انا عايز اعمله عشان اعمل دايما بيتم بمعلومية الاندباندن طيب ده في الاخر هستخدم الريزول دي عشان اعمل بقى عشان اسمه مثلا العلاقة بين طلعت نيجاتيب طبعا عايز ازود الدماند يبقى السعر اللي ببيعش بشوية يبقى الماضل والفوركاستنج اللي انا عملته ابدأ بناء عليه اخد قرارات طبعا نقص بيها على القطاع العام نقص بيها على القطاع الخاص انا مثلا عايز ازود الدماند على السلعة بتاعتي وانا الماضل قال لي ان في نيجاتي بين فده هيرفع لي الدماند يبقى ده المعصود بال الدستيشنز ده المستوضولجي اللي بيستخدم في العلم بتاع اللي هو الاقتصاد القياسي او الاحصاء القياسي تعالى بقى هنمسك كل نقطة من دي نتكلم عنها شوية وده اللي هتغب مننا بقية المحاضرة لغاية دي الريك ان شاء الله نعم نمسك اول نقط جما قلت ان انا بحدد الريلاشنشيب باست على الايكوناميك ثيري يعني افرد انا الدراسة بتاعتي ايما على الديماند فانكشن طب الايكوناميك ثيري قالت ايه قالت ان فيه نيجاتيب ريليشنشيب بين البرايس والديماند قالت ان فيه بص ريليشنشيب ما بين الديماند والانكم وهكذا ببدأ اشوف بيتقول ايه وبناء على الكلام ده بكريت التاعتي او اللي انا عايز اعمل لها افرد انا مثلا عايز ايس العلاقة ما بين بتاع الطالب يعني الطالب اللي بيذاكر في الأسبوع عشر ساعات ولا في الأسبوع خمس ساعات ولا في الأسبوع اتناشر ساعة يعلاقتها بالجي بتاع الطالب يبقى انا الستاتمن اللي انا هقولها افرد مفيش يعني هل هل فيه نظرية درسة العلاقة ما بين الجي بي اي وال لا ده مش نظرية لكن ممكن يبقى فيه لاجيك يعني مش لازم فيه ايك نعم كثير بتأيد الكلام ده ممكن يبقى فيه لاجيك يعني تتوقع كده العلاقة ما بين الجي بي اي بتاع الطالب و النامبر اف ستادي او 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 اكيد بص كلما الطالب يذاكر اكتر هيجيب درجة اعلى ده اللاجيك بيقول كده ده اللاجيك بيقول كده اذا انا في هذا الحال يعني مثلا الاستاتمنت او الاخثيري او الايباس تقعطي مثلا ان ممكن اقول ان ممكن اقول ان في بص بيزيد سعر الفائدة الى 25% حجم بالمليارات ارقام كبيرة جدا يبقى هنا كلما بيزيد سعر الفائدة بيزيد الاداعة بتاع الناس في البنوك يبقى ايدي ده ايباس تمام يبقى ايدي اول ايه اول استفد يبقى انا لازم وده بيتطلب طبعا منك انت في الرسالة ما هتجي تعمل الكلام ده مش هتقول لهم كده وانت قاعد هتعطير شهرين ثلاثة في الدراسات السابقة اللي لها علاقة بالموضوع اللي انت بتدرسه من الدراسات السابقة دي هتطلع بالهايباسيز بتاعت الدراسة بتاعتك الاكزامبل الثاني ان فيه بص ما بين الجي بي اي والنمبر في سا دينج اورز لبنا انا محتاج اجمع بيانات عن الجي بي اي بتاع الطلبة والنمبر في سا دينج اورز كأن هجيب الفة طالب كده كل واحد هسأله انت الجي بي اي بتاع كام هيقول طب كنت بتزاهر كم ساعة في الأسبوع تقريبا مش في اليوم طبعا طالب تسأل مثلا الف طالب الجي بي بتاع كام وبتزاهر تقريبا كم ساعة في الأسبوع بقى عندي عن الجي بي اي وعن كده الخطوة رقم اتنين بعد دم ما انا عرفت اللي انا بقسها يعني في الحالة الاولى هيبقى في الحالة التانية الجي بي اي والسا دينج اورز هي دي اللي احنا نسمع إذا الخطوة رقم اتنين انا ايه اكوليكت الداتا هنا دايما عشان يقيس relationship لازم يبقى عندي داتا انا عرفت من الخطوة الاولى ايه اللي انا بقس يبقى الخطوة التانية ان انا اروح اجمع داتا عن طبعا عشان اجمع الداتا في جميع الداتا احنا عندنا تقدر تقول فيه ثلاث انواع من الداتا فيه حيسمها time series data وحيسمها cross sectional data يعني time series يعني cross sectional data يعني pulled data time series data ببساطة هي عبارة عن قيمة متغير معين عبر الزمن يعني ايه يعني لو انا جبت مرتبك خلال العشرين سنة اللي فاتت سنة تسعين مرتبك كام سنة واحد سعين مرتبك كام سنة اتنين وتسعين مرتبك كام يبقى دي عبار عن time series data لو انا جبت الصادرات المصرية في الخمستاشر سنة اللي فاتت يبقى اسمها time series هي دايما تطور متغير معين عبر الزمن يعني كأن data بتقاص على فترات زمنية مختلفة عايز اجيب سعر الفايدة في مصر فيه خلال اخر خمس سنين كان 10% 10.5 11 15 18 ودلوقتي وصل 25 يبقى دي عبارة time series فينا كده قصة يعني هي عبارة عن data بتاعت متغير معين او متغيرات معينة عند نقطة معينة من الزمن يعني انا مثلا لو جيت النهاردة وشفت كده اسعار البورصة بتاعت الاسم المختلفة كل سام كان سعر مثلا الاقفال النهاردة كان ادي يبقى دي عبارة عن cross data يعني عبارة عن قيمة متغيرات عند نقطة زمنية معينة البولد data هي combination ما بين الايه ما بين الاتنين تعال نشوف more details شوية عن انواع data يبقى time series data هي عبارة عن data collected over a period of time خمس سنين عشرة سنين ممكن طبعا شهور ايام حسب طبيعة الاتا زي مثلا انا جبت gross domestic product بتاع دولة معينة في 20 سنة اللي فاتت مصر مثلا ابتداء من سنة 2000 حتى الان gross domestic product السنوي كان كان يبقى time series data معدل البطالة في الدولة في 15 سنة اللي فاتت عرض النقود الدفاست اللي هو العاجز بتاع الموازنة بتاع الحكومة كان سؤال كلها عبارة عن time series data دايما بجمح على regular intervals يعني ممكن تبقى daily زي اسعار الاسطاكس اسعار الاسم في البورص انت لو كده في جريد الاهرام بيجيب لك الاسعار او انت لو دخلت على الموقع بتاع البورصة هيجيب لك مسلا سعر الاخفال daily ل الاسهم المسجلة في البورص يبقى ممكن تبقى daily زي مثلا لو انا عندي عدد الناس اللي بيخشوا السينما كل يوم دايلي دات ممكن الديتا تبقى weekly زي مثلا money supply ال money supply الاسبوعي الday او ممكن تبقى monthly زي الموازنة بتاعة الحكومة بيبقى سنوي اذا هنا time series data لازم بقالها time interval units ممكن تبقى daily data ممكن weekly data ممكن monthly data quarterly data yearly data ممكن data كل ساعة يفرد انا بعيس عدد العربات اللي بتعدي فيه شارع معين كل ساعة يعني من الساعة 9 لسا 10 كما عربية عدد من 10 11 كما عربية عدد من 11 12 كما عربية عدد يبقى هنا hourly data ممكن كل minutes يبقى فهمنا كده يبقى time series يبقى هو عبار عن collection of data over a period of time لأي variable لأي variable الday data بطبيعة ممكن تبقى الاسب اساس في عندنا quantitative data وفيه qualitative data الquantitive data لابد ان يتوافق فيها شرطين عشان اقول لنا دي quantitative data الشرط الاولاني ان لازم قالها numerical values يعني لها قيمة رقمية والشرط التاني ان لازم قالها unit of measurements وحدة قياس عندي مثلا على سين المسأل price فالprice ده quantitative data ليه له رقم وله وحدة قياس الprice خمسة جنيه يبقى دي خمسة ادي رقم واحد القياس ادي الجنيه الincome الماني سابلاي الانترستريت الجي بي اي كل دي عبارة عن quantitative data تمام او ال data ممكن تبقى qualitative data بطبيعتها non numeric يعني ما لهاش قيمة رقمية وكمان لو لها قيمة رقمية ما لهاش عندك مسلا على سبيل المسأل gender ده qualitative data nationality qualitative data qualitative data and so on بدي كل دي qualitative data ما لهاش قيمة رقمية فهمنا كده يعني time sales فضل ممكن نعتبر percentage qualitative ولا quantitative لو انا باخد ال percentage quantitative واحدة قياسها النسبة المول لما قل لك سعر الفائد 20% قاعدة 20% وفي المية ده واحدة القياس تمام تمام لكن مش مش قولة تتفع انه لها واحدة قياس واحدة قياس هي النسبة الموية واحدة القياس المعروفة اللي ايه النسبة الموية الكيلو جرام الطم الجنيه الدولار واحدة كذا الصنطي الكيلو متر المتر المكعب دي وحدات القياس اللي ايه المعروفة النسمة يعني عدد السكان مثلا مئة مليون مئة مليون وخلاص مئة مليون نسمة فهينا واحدة القياس هي النسمة تمام والمئة مليون ده ايه ده زي ما قلت هي بطبيعتها الالوان الحاجات كل دي لون الشعر لون العين تمام الميجور بتاعك تخصصك وظيفتك كل دي طب ممكن يبقى لقيمة رقمية اه ممكن بس ملاش واحدة قياس ده رقم التليفون رقم التليفون لما اقول لك رقم كم هتقول لي زيرو اتناشر كذا 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 خلاص وهتسقط مش هتقول لي لا كيلو ولا جرام ولا مش هتقول لي واحدة قياس اذا ده يعتبر كذا الفكرة برضو حتة كده في الاس بس اس القونتيتف داتا اما يبحدد الميجور بتاعها في الاس بس اس بتبقى حاجة من اثنين يا اما بتبقى سكيل يا اما بتبقى طب القونتيتف داتا امتى تبقى سكيل وامتى تبقى أورنل بوسك السالري لو انت بتملى كوتشنير لو انت بتملى كوتشنير وبسألك على السالري بتاعك كام وسيبلك نقعد تكتب مرتبك هنا في هز الحالة هتعمل مع السالري على انه سكيل طب لو انا في كوتشنير بسألك على مرتبك وغدت جيبلك كده بقول لك اقل من الالف من الف لخمسة من خمسة لعشرة عشرة فيما فوق يبقى انت في هزا حالة هتختار واحدة من الـ options لنا هتطالب في هزا الحالة ستالي هيبقى ايه؟ هيبقى ordinal يبقى quantitative data حاجة من اثنين scale يا ordinal scale لو مش متقسمة ranges ordinal لو متقسمة ranges فهمنا كده؟ ادي quantitative data طب quantitative data المجر بتاعها على الاس باس اس بيبقى حاجة من اثنين nominal يا ordinal لا يمكن تبقى scale يعني quantitative data حاجة من اثنين nominal يا ordinal طب امتى تبقى nominal وامتى تبقى ordinal nominal لو كان categoris بتاعتي is not ranked زي دول اه الـ gender male female محدش احسن من الحد nationality not ranked ما ادرش اقولي الجنسية دي احسن جنسية ثم دي ثم دي ثم دي marital status nominal and so on طب امتى يبقى ordinal لو كان categoris is ranked فيها ترتيب زي educational level مستوى التعليم باكريوس مجلسية الدكتوراه فيها ترتيب اه فيها ترتيب اه فيها ترتيب امتى تبقى scale لو كان الـ variable مش متقسم ranges وامتى تبقى ordinal لو الـ variable متقسم ranges خد مثال على الكلام ده الـ age والـ salary الـ age والـ salary ممكن يبقى scale اهو نفس الـ variable ممكن يبقى scale وممكن يبقى scale وممكن يبقى order امتى يبقى scale لو مش متقسم ranges لكن لو متقسم ranges بقى ordinal انت ساعات في الـ questionnaire اما اجا سألك على الـ age احط لك ranges اقول لك اقل من 20 لـ 30 30 لـ 40 40 لـ 50 50 لـ 60 60 فيما فوق كده اصبح الـ age ايه ordinal لكن لو انا اقل لك الـ age وستيلك نقط كل واحد يكتب سنو اصبح scale يبقى quantitative scale يامة order لكن qualitative data nominal يامنال بس لأممكن تبقى scale يعني ممكن حتى ايه ابيعلك الكلام ده بالايه افتح بس الـ whiteboard اللي بكتب فيها عشان اتعشح لك القصة دي عشان ايه بالمرة الحقيقة اللي بتقابلنا خاصة بالـ s-p-s-s هقولها عشان لما كنتعامل مع الـ s-p-s ما عودش افكرك بمعلومات كثيرة يبقى ايه هكمل لك بس شوية معلومات افكرك بيها مش اكتر مش هعطاش رحم الاول تمام خص كده ادي ايه الكلام ده ادي عندي الميجر بتاع الـ data ثلاثة نوع ده الكلام ده على الـ s-p-s-s لما تيجي تحدد الميجر اي variable اما يجي تحدد الميجر بتاعنا الميجر تلات حاجات ينومنال 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 او الـ level of measurements تلات حاجات تلات حاجات نومنال الفارب بين التلاتة تاني لازم تبع حاجة زي الجيندر زي كل دي عبارة عن عبارة عن والكاتيجر زي ما فيهاش ترتيب ما قدرش اقول اللي عند الخضرة احسن من الزرقة ولا الزرقة احسن من الخضرة بتختلف من شخص الاخر ما لهاش معيار وبالتالي بقى ايه لون الشعر ولون العين والجيندر والميجر والكلام ده والوظيفة كل دي الوظيفة ممكن تبع لو الوظيفة مثلا بتشتغل دكتور بتشتغل محامي بتشتغل مهندس تبنى من العاطون لكن لو كاتب الوظيفة بقى رئيس قص مدير ادارة مدير عام رئيس قطاع اصباحة اوردنل اذا نفس الفارب الممكن يبقى كده او كده الاوردنل لازم برضو تبع حاجة بس زي مثلا زي مثلا الردبة العسكرية زي الدرجة العلمية زي لو متقسم زي زي لو متقسم زي الاول هو عبارة عن واتا مش متقسم اذا نقدر نقول الكلام اللي انا كنت بقوله شوية ان دايمة sandwiches data حاجة من الاتنين دون بل اما الاتنين دون حاجة من الاتنين دون ده الاتنين ال起 ال� حاجة من الاتنين دول. يبقى القوانطيتف داتا يعني ما سكيل يعني ما لا يمكن تبقى نامنل. القوانطيتف داتا لا يمكن تبقى نامنل. القوانطيتف داتا حاجة من الاتنين دوليا نامنل يا اورنل لا يمكن تبقى سكيل. خلينا فاكرين. كده يعني يبقى الطايم سيريز هي عبارة عن تطور متغير معين عبر الزمن. جبت لك متغير كده خلال عشر سنين خلال عشر تيام خلال عشر سرور خلال تلاتين سنة انسوا نبيعات الكوكاكولا للعشر شهور اللي فاتت. الاثناشر شهر اللي فاتت. ستة وتلاتين شهر اللي فاتت. يبقى دي في هذا الحالة تعتبره الطايم سيريز ديتا. الكروس سيكشنل ديتا هي عبارة عن الداتا الخاصة. يعني لو انا جيت شفت اسعار الاسهم المسجلة في البورصة النهاردة. دي كروس سيكشنل ديتا. ليه? لانا انا خدتها النهاردة بس. خلاص? لو انا جيت الداتا مسألة تتجمع بالكوشنير دي كروس سيكشنل ديتا ولا تايم سيريز كروس سيكشنل ديتا. ليه? انت جمعتها عند نقطة زمنية معينة. لكن لو انا جيت وزعت الكوشنير ده النهاردة. على عشرة انفار. وجيت بعد وسبوع وزعت نفس الكوشنير على ناس تاني. بعد وسبوعين وزعت وقيت الكلام ده عبر الزمن. اصباح الدولة عدد سكانك دي كروس سيكشنل ديتا. اللي انا خدت عدد سكان في سنة واحدة. على ايه? على عشرين تلاتين دولة ماسو. لو انا جيت خدت مسلا. اه سعر الفايدة على الدولار في دول العالم السنة دي كانت كيف? مصر مسلا اتنين في المية. امريكا نص في المية. انجلترا كده. وهكزا وانت ماشى. خلاص? يبقى انا دايما الكروس سيكشنل ديتا. او ديتا او مور زي لو انا خدت اللي هي الاحصائيات بتاع عدد السكان على مستوى عشرين دولة. او اعملت سيرفيي بس على الناس انت بتصرف كام? اه في الشهر. مثلا قبلت الف واحد انت بتصرف كام? انا بصرف متين جنيه ده الف جنيه ده خمس تلاف. and so on. يبقى. and one point in time. لو انا خدت مثلا. اجدات الخاصة بال different stocks في يوم معين. مثلا ال open price. السعر الافتاح. the close price. the price earning ratio. the minimum price. the maximum price. and so on. ليه? الاسمة المسجلة في البورصة النهاردة. دي كل دي عبارة عن cross sectional data. طالما ما فيهاش time تبقى cross sectional data. خلاص? هنا بتكلم عن one point in time. لكن لو فيه اكتر من فترة زمنية. اكتر من شهر. اكتر من سنة. تبقى time series. حد بيسأل. افضل. اه. او مش النهاردة ده كده بقى time series. يعني انا باخد. النهاردة بس. النهاردة. اه. اصبولك one. one point in time. مرة واحدة. تمام. تمام? one point in time يعني مرة واحدة النهاردة بس. خلاص. لكن لو خدت النهاردة وبكرة bad time series. خدت النهاردة وبكرة وبعده على مدار اسبوع او سنة. bad time series. لكن cross sectional data one point in time. يعني فيها time او بس one point. شهر واحد. جيت انا مثلا. خدت المبيعات. فضل. ايه فعلية انا اخدها one time يعني. ما دي اسمها cross sectional data. لو انا اخدت مثلا. ما الاناليسز فيه اناليسز بينفع لل cross sectional data. وفيه اناليسز بينفع لل time series data. ودي لها فايدة ودي لها فايدة. خلاص. انا جيت مثلا. عايزة ايس ال relationship ما بين ال gross domestic product. وعادل السكان. فقومت خد عينة من مئة دولة. خلاص. وشوفت عادل السكان في الدولة دي كام? سنة عشرين وعشرين على سنة خارصة خلاص. وال gross domestic product تاعد دولة كام? دي تعتبر time series ولا cross sectional data? عشان سنة واحدة. هدت بيانات الدول دي في سنة واحدة فقط لغير. عدد السكان في الدولة. انا بشتفيدي. ان انا بقارن بقارن بارية بالزبعة بها. بقارن وليس علافة كمان. ما انا ممكن ليس العلافة ما بين وعادل السكان. عندي احصائية من كزا دولة. وعادل السكان. فهشوف كده. هيبقى ليه اللي هل كل ما يزيد عادل السكان في الدولة. بيدي انا قادر استخدمها. اهي. عشان اعيس علاقة ما بين متغيرين. بس هنا بقى مش عبر الزمن. ده عند نقطة زمنية معينة. ممكن ان انا اعمل بقى ايه. لو اعمل عايزة نفس الدراسة بس في دولة واحدة. يبقى انت لازم تجيب ايه? بيانات عشرين تلاتين سنة. بقى انا جيد خدت مصر. اتداء من سنة حولت. كده بقى تايم سيلز. جيد خدت مصر. خلاص? وشفت عادل السكان من سنة الفين لسنة الفين اتنين وعشرين. كل سنة كان عادل السكان كان. والجروس دوميستيك بروضرط كان عادل السكان كان كان. وايس العلاقة بين. هنا بقى تايم سيلز. فهمت كده? اللي انا خدت ايه? خدت القيم المطغيرات لأكتر من فترة زمنية. قيم المطغيرات لفترة زمنية واحدة دي اسمها. فهمنا كده الفرق بينهم ايه? او تماما دكت. طيب. او تماما دكت. طيب. النوع التالت ده وده اللي شامل الاتنين. بنسميها البولد ديت. يعني ايه بقى بولد ديتا. بولد ديتا يعني هي عبارة عن ديتا فيها. وفيها يعني ايه الكلام ده. لو انا جيت بقى. المثال اللي انا قلته من شوية. انا قلت لك مثالين من شوية. المثال مثلا لو انا بقيس العلاقة ما بين وعدد السكان في دولة واحدة على مدار عشرين سنة. دي اسمها طايم ايه? طايم سيلز. يبقى انا كده جيت خدت دولة مثال زي مصر. عدد السكان ابتداء من سنة الفين حتى الفين اتنين وعشرين. ويهه المناظر. يبقى دي اسمها. خلاص كده? طيب. المثال التاني. لو انا جيت خدت بيانات عشرين دولة. خلاص كده? في سنة معينة. عدد السكان بتاعها والجروس بتاعها. خدت عشرين دولة مصر وانجلترا وفرنسا شفت عدد السكان كام في سنة معينة. والجروس المناظر كام. دي اسمها ايه? كروس سيكشنال ديت. طيب ايه رأيك بقى دلوقتي لو انا جبت بيانات عشرين دولة. لمدة عشرين سنة. وخدت بتاعها والجروس دومستيبريا. دي اسمها ايه? دي اسمها بولد ديت. ليه بولد ديتا? عشان فيها الاتنين. فيها تايم سيريز وفيها كروس سيكشنال ديت. لو انا خدت بيانات دولة واحدة على مدار العشرين سنة. دي تايم سيريز. لو انا خدت بيانات العشرين دولة في سنة واحدة دي cross-sectional data لما اخد بيانات عشرين دولة لمدة عشرين سنة او عشر سنين او اي عدد من السنين دي اسمها pulled data انها جامعة ما بين الايه ما بين الاتنين cross-sectional و time series فهمنا كده البولد data اديك مثال تاني لو انا جيت النهاردة روحت البرص ورطولهم عايز الاسعار الاسم المسجلة في البرصة النهاردة كلها فمسلا البورصة مثلا متسجل فيها 200 شركة هقولي سعر الشركة دي سهم كذا سهم كذا سهم كذا دي اسمها ايه cross-sectional data لان انا جبت اسعار الاسهم المسجلة في البورصة النهاردة بس دي cross-sectional data لو انا جيت رحت لهم قلت لهم انا عايز سعر سهم معين على مدار العشرين يوم اللي فاتوا او السنة اللي فاتت يوميا كده يبقى دي اسمها ايه time series data طب انا لو رحت قلت لهم عايز اسعار الاسم المسجلة في البورصة كلها لمدة عشرين يوم اصبحت pulled data لان سعر سهم واحد على مدار العشرين يوم ده time series سعر الاسهم كلها في يوم من الايام دي cross-sectional data طب سعر الاسهم كلها على مدار العشرين يوم دي اسمها pulled data بتجمع الخصائص ما بين cross-sectional data و time series data تهمنا كده يعني time series اكتر من variable عند نقطة زمنية معينة cross-sectional data اكتر من variable على مدار عدد من الفترات دي اسمها pulled data اتفاهمت يا جماعة هو ليه لازم توافهم الكلام ده لا تمام كده ورقت اكتر جميل هو ليه لازم توافهم الكلام ده عشان cross-sectional data لها analysis معين time series data لها analysis معين pull data لها analysis تاني فيهبنا كده فما ينفعش بقى انت عند cross-sectional data وطبع عليها techniques بتاعت time series ما ينفعش ما ينفعش بقى عندي time series data اطبع عليها techniques بتاعت ما ينفعش ما ينفعش بقى عندي pulled data وطبع عليها واحد من الاتنين التانيين ما ينفعش كل حاجة عليها techniques بتاعت يعني cross-sectional data اللي بيستخدم معها regression analysis اللي سمعتوا عنه عبليكات طيب time series data ليها time series analysis طيب pulled data ليها بقى حاسمها generalized linear model اللي هي شاملة الاتنين في بعض فهمني كده يبقى أنا الحاجات definitions اللي أنا تبقولها دي مهمة عشان بتفيدني في تحديد التكنيك المناسب لل data اللي عندي طيب تعال بقى في حتة مهمة الpanel data دي special case من pulled data الpanel data هي عبارة عن special case من pulled data وبتستخدم كتير أو بنسميها panel data بنسميها longitudinal data أو micro panel data كل دي مسميات لنفس الشيء يعني ايه الكلام ده ايه بقى الpanel data دي وهي ليه special case من pulled data يعني هي مش special case من cross section ولا time series لا هي special case من pulled data اللي هي ايه افرد انا كنت عامل cochine كنت عامل cochine ورحت ال cochine ده النهاردة وزعته على عشر اشخاص يملهولي خلاص كده النهاردة يبقى البيانات بتاعت ال cochine النهاردة ليه cross section ولا time series cross section مظبوط لو انا جيت بكرة عديت على نفس العشر تنفار دور وطولهم يملولي الكوتشنير مرة تاني عشان عايش شوف اراهم بتضير او لا تمام كده حولته تاني سواني لسه وبعدين بعد ثلاث ايام تاني حاولت على نفس العشر تنفار وطولهم يملولي الكوتشنير تاني بعد وسبوع بقى في الاخر عندي الكوتشنير طالما نفس الافرد انا النهاردة رحت العشر اخفاض يملولي الكوتشنير وبقى رحت العشر تاني وبعض العشر تلتين وبعض عشر وهكده دي اسمها البول ديت لكن لو نفس الاشخاص هم هم اللي بنا بعمل لهم سيرفي اوور تايم دي اسمها بان ديت يبقى الفرق ايه بص بقى كده لو انا عندي بيانات عشرين دول خلاص عدد السكان بتاعهم لمدة تلاتين سنة طالما نفس هم هم العشر دول او العشرين دول هم هم بياخد بياناتهم يبقى دي اسمها البانل ديت لكن لو الدول بتتغير من سنة الى اخرى يبقى دي اسمها بول ديت فهنا نفس القصة لو انا بوزع الكوتشنير على نفس هم هم الناس يبقى دي تعتبر بانل ديت لو الناس مختلفة كل مرة بروح لناس غير الناس يبقى دي اسمها بول ديت يبقى البانل ديت هي من البول ديت ان هي هي بعمل نفس الدول او نفس الشركات هم هم انت ساعت الناس اللي بتشارع في المجال الفاينانس لما ييجي يعمل جمع بيانات من البورس على مدار سنوات مختلفة هتلاقي ان في السنة دي كان عدد الشركات المسجلة عشرين شرك السنة اللي بعدها فيه شركات اضغار شركات شركات اضغار هنا ديت بابول ديت لكن لو هم هم نفس الشركات مو اضغار وش دي اسم بانل ديت لو هم هم نفس الشركات مو بانل ديت عشان كده الناس اللي بتشغل دايما ياخد اللي هم 50 شركة اللي هم موجودين كل سنة عشان يشتغل بانل ديت لكن لو اشتغل على الشركات كلها هيلاقي السنة دي عدد الشركات غير سنة الشركة دي موجودة سنة اللي بعدها مش موجودة دي دخلت جوه الاج اكس اللي بيحسبوه دي خرجت الكلام دا كله فبيتغيره يبقى دي اسمها بولد ديتا لكن لو هم هم سبتين دي اسمها بانل ديت فيهمنا كده ايه الفرق بين البانل ديتا وال بولد ديتا فعشان كده بقول ان البانل ديتا هي من ال من البولد ديت ان نفس تمام نفس الناس هم باخد اراء الناس في برنامج تلفزيوني معين افرد البرنامج ده بيعرض كل اسبوع رأس فقمت انا اعمل كوتشنير بيسأل اسئلة عن البرنامج ده وبرح حي كده معين بلف على 20 بيت وسألهم رأيه قوية في الحلقة بتاعت مبارح وبيمر الكوتشنير اللي بيسأل على الحلقة دي بقى دي الاسبوع ده الاسبوع اللي جاي هسألهم على الحلقة بتاعت الاسبوع الجريد بروح لنفس الناس هم هم ايه رأيك وفرغ البيانات الاسبوع اللي بعده هم هم نفس الناس دي لكن لو كل مرة بس الناس مختلفة اراهم ايه في البرنامج في الحلقة يعني اللي فاتت يبقى انا بينفع هو اللي بينفع لان دي فما فارقتش قوي في اختلاف التكنيك لكن دي هي التكنيك سفايت اللي هي التكنيك سفايت البولد على بعض بقى سواء كانت أو يبقى دي بيبقى لها نفس التكنيك يبقى خليك المصطلحات دي كويس قوي فانا عندي هي 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 التلاتة نفس المعاني بعض الكتب بتسمى كده البعض بيسمى كده البعض بيسمى كده حد عنده اي استفسار لغاية دلوقتي في تعريف الديتا تماما طيب عرفنا انواع الداتا ايه عرفنا ان في حاجة اسمها cross-sectional data عرفنا ان في حاجة اسمها time series data وفي حاجة اسمها pulled data وفي special case منها اسمها panel data طيب انت لما تجمع طبعا دايما النجاح اي دراسة بيعتمد على quality وال quantity of data يعني كل ما بعندي حجم data اكتر كل ما تقدر تعبر عن الظاهرة بتاعتك افضل كل ما يكون ال data quality بتاعتها اعلى يعني دقتها افضل الكلام ده كله كل ما يبقى احسن هتبدأ السيستم اللي انت بتدرسه او العلاقة الحقيقة اللي انت مدرسه هتعبر عنها تعبير كيف دايما ال data دي حاجة مهمة جدا من حيث الكم والكيف خلاص كل ما ال quantity بتزيد كل ما الانس فيها يبحث كل ما ال quality بتاعتها تبقى افضل كل ما الانس بتاعك يبقى افضل هدور حاجتين مهمين الناس تراعين في ال data ال quantity وال quality الكتاب اللي احطلوك شوية كتب كده هقول لكم هو طعا لو بصيت على الكتب هتلاقي معظمة بتاع واحد اسمه ده مدار ججوراتي ده راجل هندي دي افضل كتب ايكوناماتريكس تيراها في حياتي يعني افضل كتب الرجل لو تسمع له محاضر اشتفى منه حال خالص يعني اما كنت في امريكا كان بيدرس لحد من اصحاب يعني طبعا يعني مافهمش منه ولكن لكن تقر كتابه افضل كتاب تقرأ في هو الراجل ده راجل هندي مشهور في واحد تاني اسمه مضلة بس اقل شهرة من ده مدار ججوراتي ده فججوراتي ده كتابه مفيش بعد كده افضل حتى الكتاب ده مترجم على فكرة باللغة العربية يعني فيه دار المريخ عملت فانا هخلي حسيم يعمل لكم زي جوجل كده لينك يعني ونحطوك الكتابين يبعدك الترجمة بتاع الكتاب اللي احنا بدرس بانه لكن انا بفضل اقرأ طبعا الانجليزي ما احبش اقرأ الترجمة العربية لكن هحطولك برضو يبعدك بحيس ايه حتى مثلا عايز تفهمها بالعربي لو انت مش قادر تستعبعها الانجليزي ده بترجع لها في الكتاب الكتاب ماشي بنفس الترتيب الشطر كله للترجمة الترجمة بتاعت الكتاب الكتاب ده في اعمل لك لينكات وويب سايت كتيرة اللي فيها المايكل وإيقناميج داتا والماكرو داتا بيانات ده على دول العالم والكلام ده كله في بيانات برضو المواقع بتاع صندوق النقد الدولي كتير جدا طب ايه بقى موضوع انت عشان تجمع الداتا بتاع تلك عندك دايما تو سورس السورس السورس الاولاني بنسميه ساكند ساكند ريسورس ايه ساكند ريسورس دي ساكند ريسورس هي اختصار ساكند هاند داتا يعني الداتا اللي هي وانت هتستخدم عشان هي موجودة يعني مثلا زي البيانات اي بيانات منشورة هي ساكند ريسورس داتا منشورة في هين بقى منشورة في كتاب منشورة في مجلة منشورة في جريدة منشورة على النت وبسايد بتاع الشركات الدليل بتاع الشركات يعني اي داتا هي ساكند ريسورس داتا يعني البيانات اللي بتنشرها البرص ساكند ريسورس داتا البيانات اللي بتنشرها داتا. يعني هي معمولة الاغراض معينة. وانت لقيتها تنفعك هتاخد. يعني هيش معمولة لي كنت. هي معمولة الاغراض اخرى. لكن انت لقيتها جهزة هتاخد. فدي اسمها ساكندري داتا. فالساكندري داتا نقص دي اي بابلش داتا. بابلش بقى في اي حد. على ووب سايت. على اه جوه للشركة. الشركة بتتزورها في شكل فلاشة. سي دي. الكلام ده كله. اي داتا مشهور. طب عادة احنا بنلجأ للساكندري سورس داتا الاول. لو الداتا موجودة ليه هتا عن نفسي ووعدة جمعها بطريقة تانية. ما هي موجودة خلاص. هتشتريها بقى هتجيبها هتخش على الموقع. المهم ما هتقدر تجيبها. موجودة بقى موجودة هارت كابي. المهم ان هي موجودة. طب لو ما فيش ساكندري سورس داتا. نعمل ايه? بلجأ ليه النوع التاني هو البرائماري سورس داتا. البرائماري سورس داتا هي بيسموها الفارست هاند داتا. يعني الداتا اللي هتجمع لأول مرة. انت هتجمعها لأول مرة. بس لو انت مسلا جمعتها لأول مرة وحطتها في الرسالة بتاعتك وحد تاني يستخدمها بعديك. بقت بالنسبة له ايه? ساكندري سورس داتا. اذا اي ساكندري سورس داتا هي في الاول كانت برايماري. اي ساكندري سورس هي في الاول لما تعاملت اول مرة للغرض بتاعها هي برايماري. اما ييجي حد بعد كده لها منشورة وموجودة يستخدمها بقت ساكنتر. انا مسلا هنديكم مساء. انا وانا بعمل الرسالة بتاعتي. هي الدكتورة في امريكا. آآ كنت عملتها في السيموليشن. في السيموليشن موضلز آآ كلها ستاتيستيكس. يعني كلها ستاتيستيكس. فانا كنت محتاج آآ داتا على المواني بتاعة مصر يعني. وكنت بطبع على مينة اسكندرية. ففيه بيانات موجودة في المينة. زي مثلا الصفن اللي بتيجي المينة فيها يعني الاحساب بتاعتها موجودة. السفينة اسمها ايه? وصلت يوم كام? مشت يوم ايه? السفينة طولها كام? شايل احمول ايه? نوع السفينة ايه? عدل العنابر اللي فيها ايه فيها او ناشو. لا كل البيانات السفينة موجودة. من ساعة ما داخلت المينة لغاية ما خرجت. فده كان بالنسبة لي ساكندر سورس. لو رحت جبتها من مركز معلومات النقل البحري. موجود. خلاصهم من المينة. كنت بروح المينة جيب البيانات دي كل ده موجود. فده بالنسبة لي ايه? الساكند ريسورس دا. طيب. جيت انا كنت محتاج بيان عن الكرين سايكل تايم. الكرين اللي هو الوينش. الكرين سايكل تايم نوصب ديه ان الوينش وهو بيفرغ السفينة. الدورة بتوقع ديه. يعني الوينش بينزل الهوك بتاعه في عمبر السفينة. العمال بليمعونه البضاعة يرفع البضاعة ويرميها على الرصيف او بحطها على العروية. فدي اسمها سايكل تايم. فدي مش موجود. فانا كنت بروح اقسها بقى بنفسي. فدي بالنسبة لي تعتبر ايه برايماري داتا. لان الداتا مش موجودة. وانا كنت بروح اقعد على الرصيف كده. اتفرج على السفينة وهي بتفرغ. واشوف السايكل او السايكل خدد ديتين. بعدها تلاتة. بعدها اربار. بعدها خمسة دقيقة. كنت بجمع لكل نوع صفن. لكل نوع او ناش. لكل نوع بضاعة. ميت سايكل. قعدت كده اس ميت سايكل. عشان اطلع بتاع تفريغ السفينة. تحت تفريغ السفينة. فدي بالنسبة لي تعتبر ايه؟ برايماري داتا. طبعا انا الداتا دي حطتها في الابانديكس تعريسال. لما يجي واحد محتاج السايكل تايم. هاليها موجود. بقت بالنسبة لي ايه؟ ساكندري داتا. لكنها كانت بالنسبة لي برايماري داتا. اذا كل برايماري داتا. كل ساكندري داتا هي في الابانديكس. يعني المسال اللي حضرتك عطيته بتاع بنك المعلومات التي تقطعناها البحري. هو داتا بيز جنرال. لكل الحاجات اللي بتحصل. بس حضرتك بتختار الريبورت اللي انت عايزه. فقد يكون الريبورت ده اصلا محدش يستعملوا قبل كده. لا مش مهم محد استعمالوا. مهم انها موجودة. ملاش راقة بالاستعمال. اه. دي علاقة بكل نشي. اه. يعني بص الساكندري داتا هي الداتا بس. مقولش اريدي استخدمت. اريدي استخدمت يعني موجودة. مش هتكلفك قريقة تقدر تقعد تجمع بها ايه? الداتا. موجود. تروح تشتريها. هيديه لك على فلاشة. هيديه لك على صفت قابي. هيديه لك تارير مطبوع. هي العبرة بالوجود. وليس بالاستخدام. العبرة بالوجود. وليس بالاستخدام. ليه? ان انا الداتا بتاعت الكارين سايكل طيب. لا هي موجودة. انا كنت شاتع بنفسي وروح. انا عطيش تلات شهور اروح المينة. والشتاة وبارد وساعة وصيف وكلام من ده. عشان تجمع الكلام ده في كل الاوات وفي كل. وبالليل وبالنهار والخصص دي كلها. فلو هي موجودة كنت هاتع بانا وروح المينة كده لمدة تلات شهور كل يوم. الصبح استحر. وبالتالي بقى انت دائماني مندور على الساكندري داتا. اللي هي الداتا اللي هي already exist. خلاص? فلو هي موجودة خلاص. دي الساكندري. فضل. بالنسبة لك لما رحت تجمع الديتا دي بتاعت الكرين سايكل طيب. مش دي كده مور اكريت على ان انا روح لساكندري داتا. لا اما هي. لا مش مور اكريت ولا حاجة. انت اه انت مثلا لو عايز اسعار الاسهم بتاعت البورس هتعرف تعملها برايمر داتا استحال. هم الناس بينشروا الداتا بتاعت فاتا تاخد. فلو هي الداتا موجودة هي دي هتبقى ضق. لكن هي الداتا لو مش موجودة لازم تبتكر طريقة لتجمع. فانا ابتكرت الطريقة بتاعت ايه? ان انا بقيت اه جبت واروح اقعد على الرصيف كده بتاع المينة ومعايا ورق. وبعمل كنت مصنوا كده جداول. اه دي اه الجدول كنت باكتب فيه نوع السفينة ايه? مسلا سفينة بضاعة. خلاص? ونوع البضاعة اللي شايلها ايه? مسلا اه شايلة كاراتين زيت. تمام? وكنت عامل كده جدول مقسموا كده من واحد لمية. السايكل الاولى التانية التالتة لغاية مية. واكتب بقى الوقت بتاعها بدأت من كام للساعة كام ويبدأ الزمنة ديه. بعمل لنفسي طريقة عشان اجمع بيها الداتا. فدي برايماري داتا. بعمل كده الفكرة. لكن لو كانت الداتا دي موجودة افرق كانت المينة بتاعية كنت اخدها من المينة خلاص. يا كنت اخدها من المينة. تمام? زي بقية الداتا. دي ما فيهاش مشكلة ومعنديش مشكلة في الاكيروس بتاعاتها خالص. اه بالزبط جد. ما عندكش مشكلة في الاكيروس بتاعاتها خالص. انت بتجيب داتا واقعية من المصدر بتاعها. خطأ بقى اللي فيها الكلام من ده. دي بردو انت ايه? اختيلي على حتة. احنا لسا ما هتكلم بس في بعيد الشابتر. احنا دايما عندنا فيه حاجة اسمها خطأ القياسة. يعني ما بتفطرتش ان الداتا دي يعني ما الداتا دي عاملها بنا قدمين يعني. ما بتفطرتش فيها الاكيروس مية في المية. عشان كده دايما فيها عندي ليه? يعني ليه الموضل اللي انت بتعمله? مش بيمثل السيستم الواقعية مية في المية. عشان فيه شوية ايروس كده. من هالمية في المية. ان الداتا دي اشعرفك ان هي متقاسة يعني بدقة قوي يعني اللي كان بيكتبها يا راجل عنده ضمير مية في المية وبيكتب الحاجة صح? ما الشرط. فدايما فيه مية المنتير. خلاص كده? لكن في الآخر اه بالنسبة لي باخدها كداتا وفعية وبشعلها لها. بس اعمل نفس في حزباني كده داخليا اني فيها ايروس. ايه هو الايروس? هنتكلم عنه بعد شوية. خلاص كده? طيب. يبقى انا دلوقتي. يعني. يعني في طريقة. في طريقة الحساب الارور ده? هاتكلم عنه. هاتكلم عنه بعد شوية. طيب. يبقى انا دلوقتي عندي السوس الداتا. عندنا داتا. وعندنا داتا. قلنا هي الداتا اللي عشان كده بيسموها داتا. خلاص? هي داتا مش موجودة. وبالتالي هتمتها تجمعها. طبعا تجمعها ازاي? فعندنا فيه طرق لتجميع داتا. زي مثلا المثال انا قلت لك بتاع برنامج التلفزيون ده. انت عايز تعرف قراء الناس في البرنامج ايه? هل الداتا دي موجودة او مش موجود? ان البرنامج لسه متزعم بارح. مفيش عنه اي معلومات خالص. فانت هتروح تسأل الناس اراك ويه? خدت انت الاراة دي بقيت برايماري داتا. لو انت خدت الاراة دي حطتها على الانترنت على الويب سايت بتاع الخناة. وجيه حد عايز يعرف اراء الناس في البرنامج ايه? وخدت داتا دي بقيت بالنسبة له ايه? انت بالنسبة لك وانت بتجمعها كانت برايماري داتا. ايه باول طريقة لتجميع البرنامج هي ايه? انك تعمل تمام? وتوزع على الناس وتاخد اراءهم. فهدي برايماري داتا. ان انا اعمل انترفيو. بدل ما اعمل اسأل الناس شو هتقسيه? ايه رأيك في البرنامج? طب مدة البرنامج? ايه رأيك في الموزيع متاع البرنامج? رأيك في الكلام? بالكلام كده شايفوا كده? انترفيو. او ممكن ان انا جمع من خلال الفوكس جروب. الفوكس جروب هي عبارة عن انترفيو. بس مع خمسة ستة قاعدين مع بعض في وقت واحد. دايما عدد الفوكس جروب يبقى من خمسة لعشرة يعني ما تزاوزش عن عشرة ومتقللش عن خمسة. يبقى ما عندك كده. خمس تنفار لغاية عشرة تنفار وانت قاعد معهم بتفتح الحوار في الموضوع اللي انت بتدرسه. وتاخد اراء ده واراء ده واراء ده فدي اسمها فوكس جروب. ديبقى انت من الفوكس جروب بتقدر تطلع ببرايماري داتا. بدي اول طريقة. نقدر نجمع الداتا. البرايماري من خلال زي اللي انا عملته في المينة. فانا كنت باعد واشوف وقاعد. فدي اسمها زي مسلا في المستشفيات العيان. مش بقى في ورقة كده على السرير بيعدوا بقى ييسوا الحرارة والضغط. دي داتا تجمعت من اين? من يبقى طريقة التانية للتجميع. يبقى انا اول حاجة السيرفي. السيرفي بقى شامل بقى الكوتشانير والانترفيو والفوكس جروب. الطريقة التانية ان انا بجمع بها البرايماري داتا هي الابزورفيشنز. افرد انا عايزة بتاع العملة في البنك. مش هتلاقي البنك بييسوا. ولو موجود ايه الحل? انا اروح بقى. واشوف اول عميل دخل الساعة كام? وخلص المهمة اللي رايحة في البنك هو خرج الساعة كام? قعد نص ساعة. نص ساعة. العميل اللي بعده هشوف كان رايح يعمل ايه? ودخل البنك الساعة كام وخرج منه الساعة كام. دي بقى انا جبت كده بتاع العميل في البنك. دي بقى دي طريقة ايه? في طريقة تانية لتجميع البرايماري داتا اللي هي الاكسبيرمنت. فالاكسبيرمنت اه مثلا دي عادة في الفيزيكس موجودة والكامسري اللي قاعد في اللاب ده بيقعد يغير في درجة حرارة ونطوبة مش عارفة ويطلع نتائج. فدي اسمها اكسبيرمنت. في الزراع. اما بيجوا يشوفوا مسلا اه سماد جديد او حاجة زي كده عشو يشوفوا انتاجات المحصولة تبديه. فهنجيب قطعة ارض نقسمة مسلا اربعة اربع وكل قطعة هنزرحها بسماد معان. وفي اخر الموسم هنعمل اه نحصر الانتاجية بتاعة القطع دي اللي استخدم فيها السماد الفلان. يبقى انا عملت اكسبيرمنت. ممكن نعمل اكسبيرمنت في البزنس اه ممكن. ايه فرد انا مسلا عندي سوبر ماركت. وعايز ايسل علاقة ما بين سعر كيس العيش والكوانت فالنهاردة هبيع كيس العيش بخمسة جنيه. بكرة خليهم ستة بعده خليهم اربعة ونص بعده خليهم. واشوف الطلب على السلع عامل ازاي? يبقى انا بعمل اكسبيرمنت. يبقى انا هنا في انا عندي ايه كنترول على كل حاجة. انا اللي بحط السعر وانا بغير درجة حارة في المعمل. يبقى انا عندي اوفر كنترول. ده في حالة الاكسبيرمنت. لكن في اللي انا كنت بقيسه بتاع المينة ده هل انا عندي كنترول على الوينش ولا العماء? مفيش اي كنترول خالص. انا بعضه اللي بيحصل بكتبه. هل في المستشفى العيان اللي على السرير ده البيانات فيه اي كنترول? مفيش اي كنترول? انت بتيز ضر الحارة اللي بتطلع بتكتبه? ما اضارش انا ايه? ازود له ضر الحارة شوية ولا اللي هلوش مفيش الكلام ده. فانا دايما 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 ما عندنا معظم الداتا بتبقى يعني ما عنديش اي كنترول عليه. انت بتجيب البيانات الواقعية اللي موجودة. سعر الفايدة والحجم الوداية عدد السكان. ازا معظمها يعني ما فيهاش مفيش اي كنترول اللي بيجمع هاداتا على الداتا. خلص انت الداتا اللي موجودة بالجمع. بقى دي ايه يبقى دي ايه يا داتا. Leone اللي هي الداتا. موجودة بقى موجودة موجودة على النت. موجودة في دليل الشركات في تقارير الكامور المتحدة. تفح. سندوق النقد الدوي. كل دي داتا. هي داتا مش موجودة. وانت هتجمعها لاول مرة للغرض بتاع البحث بتاعك وطرق تجميع البرايمري داتا عندنا السيرفي ودي شامل الكوتشنير والانتربيو والفوكس جروب عندنا وعندنا دول الثلاث طرق اللي بجمع بهم البرايمري داتا فضل دكتور هو كيس ستادي يعني ما قولي حامل السيزة بتاعتي كيس ستادي هل بقى لحامل كيس ستادي لا الكيس ستادي الكيس الكيس ستادي ممكن ان هي انت الكيس ستادي مبسوط بأيه ان انا بادرس شركة معينة او قسم معين او جمع معين حاجة واحدة دي اسمها كيس ستادي هتجمع الداتا بقى ازاي من الكيس ستادي ممكن تعمل انتربيو مع المديرين وممكن توزع كوتشنير على الموظفين في الكيس ستادي ملاش علاقها بالأوبزرفيشن الأوبزرفيشن المجمع الداتا من خلال تمام دكتور تمام دكتور دكتور لو سمحك حاجة تتكلم في انه احنا بناخد فهي وانا بشتغل على الموجود بس في حاجة بتحصل كده بالذات يعني ممكن لصانع لقرارهم بياخدوا قرارات وبيشوفوا تأثيرها على سبيل المثال مثلا الهجة اللي حصلة في الفيدوالي الأمريكي من رفع معدلات الفايدة من أجل السيطرة على التبخم تمام هو بيعمل وعنده جول اللي عايز يروح له فالريكس اللي طلع دي هو بيطلع هو اللي بيتحكم في سعر الفايدة هو اللي بيقول سعر الفايدة كام وبشوف النتائج المعارضات بتاعها يبقى لانه هو اللي هو على الاندبندنت الاندبندنت النهائية اللي هي ستبقى بعد فترة دي انا لما اجي أخدها بقى كريسيرش ستبقى صاحب يعني لو عمل الستادي واح اه انت بقت بالنسبة لك هنا انت بقت بالنسبة لك هنا هي بقت خلاص هما الناس بيجربوا غاره ده وتطلع النتيجة غاره ده. انت خدت بقى كل الطيارات اللي عملوها بالنتاج متاعتهم بقى بالنسبة لك بالنسبة لهم هم كات لان هو اللي بيكنترول في بالنسبة لك انت مفيش اي كنترول انت خدت داتا جاهزة. تمام تمام. شكرا. شكرا دكتور. نلعب. طيب نرجع بقى ليه المستدرجة بتاعنا. احنا قلنا اول خطوة ان احنا حددنا الهايباسيز. ودي بيزد على اللي انت تعمله والايكناميك ثيري طلعنا بهايباسيز. الهايباسيز ده اتحددت فيه الفاريبز بتاعت الدراسة. فروحنا جمعنا داتا عن الفاريبز. الخطوة رقم ثلاثة. اسبيسفاي الماسماتيكا الموضل. ببدأ. خلاص انا عندي داتا. وعندي علاقات التهالي النظرية الاقتصادية. عايز احدد الماسماتيكا الموضل. فدايما عشان تحدد الماسماتيكا الموضل عندك انواع كتيرة. الموضل ده ممكن يبقى الموضل ده ممكن يبقى كوادراتيك. ممكن يبقى كيوبك. ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى هناك في انواع كتيرة جدا من الموضل. طبعا عشان احدد الموضل هو لينيار ولا وهو لينيار ولا شكلو ايه? قاعدين cust 있다는 ان انا بحدد الماسماتيكا الموضل. دايما ابصت طريقة لتحديد شكل الماثماتيكا الموضل أنك بترسم الاسكاتر دياجرام عارفين الاسكاتر دياجرام الاسكاتر دياجرام هو شكل عامل كده الاسكاتر دياجرام هو عبارة عن دياجرام بحط على الـ X-axis الـ Independent Variable اللي هو دايما نرموظه X دا الـ Independent Variable وبحط هنا الـ Independent Variable اللي بنرموظه وال على كده لو أنا مثلا العلاقة أنا بيعيس العلاقة ما بين Price وال Demand بأن عندي Price وال Demand مين الـ X ومين الـ Y أو مين الـ Independent ومين الـ Independent هو ال- Demand ال- Demand ال- Dependent ال- Dependent ال- Demand هو ال- Y فعلا ال- Demand هو ال- Dependent Variable وال- Price هو ال- Independent Variable عرفت منين دلوقتي مين اللي دايما يحصل الأول ال- X ولا ال- Y Price ال- Price هو اللي بيحصل الأول يبقى ال- X هو اللي بيحصل الأول يعني أن بناء على التغيرات اللي تبيحصل في السعر أنت بتستجيب وبتغير ال- Demand بتاعك وده حصل لدي إحنا حاسين بكتير خلاص أنت مثلا نازل تشتري حاجة وأنت عامل حسابك أن الحاجة دي بعشرة جنيه كيلو نزلت لقيتها بتلاتين يبقى أنت بتتعامل حسابك لما كانت بعشرة وتتشتري خمسة كيلو لقيتها بتلاتين هتشتري اتنين كيلو يبقى إيه اللي حصل اللي تغير الأول ال- Price دايما ال- Independent variable يا جماعة هو اللي بتغير الأول زي مثل في الفترة الأخيرة دي مين اللي حصل الأول سعر الفايدة لاتغير الأول ولا حجم الوداعة لاتغير الأول سعر الفايدة رفعوا سعر الفايدة من 16 ل25 يبقى سعر الفايدة اتغير هو ده ال- X وبنان عليه اتغير حجم الوداعة حجم الوداعة ده مين ال- Y لو تفتكروا في الإكنوميكس انت كنتوا دايما تحطوا ال- Quantity على X-axis وال- Price على Y-axis ده في الإكنوميكس كده في Mathematics لا نحن دايما نحط ال-independent على X-axis وال-dependent على Y-axis تنساش الحتة دي في الإكنوميكس بيعكسه عندما يجي يرسم ال- Quantity على X-axis و- Price على Y-axis نحن لا نحن في الإكنوميكس نعم ممكن سؤال معلش أنا هتفرق حاجة في شكل العلاقة لو بدلت X و Y لا مش هتفرق مش كده هيا هيا Linear هتطلع Linear كوادراتك هتطلع كوادراتك هيا إحنا دايما نحط على X-axis independent وعلى Y-axis independent فلما يجي أرسم ال- Scatter diagram هو بيسموه كده أو كده خلاص فال- Scatter diagram عبارة إلي إن أنا بشوف والله قادي الأسعار المختلفة خلاص وقادي الكميات المناظرة بشوف والله لو السعر كذا ال- Demanded دي ولو السعر كذا ال- Demanded دي لو السعر كذا وإنت هتطلع في الآخر شكل كده إسموه Scatter diagram مبارعا عن شوية نقط كده اسم Scatter diagram من هذا من الشكل أخدر أقول لك والله هالعلاقة دي بوسط ولا negative هالعلاقة دي strong ولا وإي والشكل عاملي طبعا العلاقة اللي بالمنظر ده عبارة عن negative relationship وده متوقع إن علاقة ال- Price B- Demand هي علاقة عكسية إن كل ما ال- Price يزيد ال- Demand يقال والعكس صحيح يبقى كل ما ال- Price بيزيد او إيه اللي بيحصل ال- Demand بإيه بيقال الشكل ده اسمه Scatter diagram أو Scatter diagram حوري لك طبعا كل ده على ال- S-B-S-S بيتعامل إزاي بس كده من الشطر اللي جاي الشطر ده كله نظري مجرد بس تمهيد اللي احنا هنبدو تمهيد اللي احنا داخلين عليه إن شاء الله فأنا هنا بالنسبة لقادي ال- Scatter diagram ترسمه دي الخطوة الأولى ومنه بحدد والله العلاقة Linear ولا Quadratic ولا Cubic ولا ولا شكل إيه لو أنت النقط أفضل حاجة لتمثيلها هو Straight line يبقى دي اسمه Linear Function أو Linear Modric خلاص لو الشكل بتاع النقط أكتر حاجة بتمثله كيرف بمنظر ده يعني لست وعربة الأشكال عاملة ازاي وده طبعا هشخولت فيه عندنا محاضرة كاملة عن model building ازاي تبني المodel خلاص فالمodel building هتدي برسم بقى ال- Scatter diagram ده كتير جدا عشان نحدد منه برسم العلاقة ما بين Y مع X1 وشوك العلاقة شكله ايه برسم العلاقة ما بين Y وX2 وشوك العلاقة شكله ايه فأنا عندي قادي الأشكال المختلفة المختلفة بتخصل ايه ده linear relationship لو نقط افضل حاجة تمثلة هي الخط المصطفين يبقى اسمها linear relationship يبقى X Y يبقى linear relationship يبقى انا من ال- Scatter diagram قدرت اعرف ان العلاقة من X و Y افضل حاجة تمثلة هي linear relationship ممكن العلاقة تبقى quadratic quadratic اللي هي تبقى وغدا الشكل ده النقط وغدا المنظر ده اسمها quadratic relationship بدأ اسمها quadratic quadratic يعني معرضنا من الدرجة اللي هي يا جماعة ثانية اللي في square يبقى linear ما فيهش square طلاص يعني هنا مثلا linear اقدر اقول ان Y equal A زائد BX يدي linear ريليش الكوادراتيك هيبقى Y بيساوي A زائد B1 X زائد B2 X square يعني دي الكوادراتيك طب الكيوبيج ببقى شكلها عمل ازاي لما تريد ترسم الكيوبيج function هيبقى عمل كده كده وترجع تنزل كمان معه دي معادلة من الدرجة الثالثة يعني النقط وغدا الشكل ده يا جماعة لما النقط تاخد المنظر ده يعني افضل منظر يمسي له الكيوبيج ده دي الكيوبيج equation معادلة من الدرجة الثالثة زي التانية بس اضيف عليها كمان term وفيها X تكعيب X قصة 3 برضو هنا عندنا X ودي Y هنا X ودي Y طب معادلة الدرجة الرابعة الكيروبي يلف كمان لف طبعا الكيوبيج ده يمكن تبقى كده أو كده حسب الكيرو يمثله وده برضو ممكن بقى العكس يبقى كده اهو دي معادلة الدرجة التالتة تمثل كده أو تمثل كده مفيش مشكلة الدرجة الرابعة الكيروبي هيلف كمان لف خلاص يبقى دي معادلة الدرجة التانية والتالتة والأولى طب exponential function بتبقى عاملة ازاي exponential function بتاخد الشكل ده لو الكيروبي عامل كده دي exponential function دي exponential function بعد x ودي y المعادلة بتاعتها ايه المعادلة بتاعتها ny بيساوي e plus x هنا minus x ايه المقلوب بتاعها اللي هو ده اهو الكيروبي بقى كده يبقى دي y بتساوي e plus x يبقى ده x ودي y دي اسمها exponential function ودي اسمها exponential function دي اللي هي المتنقصة ودي المتزايد وهكسب فانا عندنا محاضرة كاملة ان شاء الله عن الموضل بيلدينج حواريك كل الاشكال الممكنة والمعادلة المناظرة بتاعتها عشان لما تيجي كام الموضل خلاص هستعمله صح ممكن تكون علاقة y بx 1 علاقة linear يبقى x 1 مش هتظهر غير linear ممكن علاقة y بx 2 تبقى كوادرتك يبقى x 2 هتظهر فيها square ممكن علاقة y بx 3 كيوبك ممكن علاقة y بالx exponential ممكن علاقة y بx 5 لجرسمك فهواريك ازاي تبني الموضل عشان نطلع الصياغ الصح للموضل احنا دايما بنستسهل ونعمل ها linear وخلص وخلاص والموضوع انتهى طبعا الكلام ده مش مزبط هنتعلم بقى الصح في الكورس بتاعنا ده انشاء نرجع ثاني على powerpoint ده هنتكلم فيه كتير بعد كده يعني الكلام ده هتكلم فيك طبعا احنا بنعمل الكيرف بناء على الديتا اللي معنا بناء على النقط يعني برسملك النقط خلاص بس وانت لما تبص للنقط تعرف النقط دي افضل حاجة بتمسيلة ولا الكوادراتيك ولا كيوبك ولا شكلها ايه الكوادراتيك شكلها كيوبك شكلها ايه شكلها 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 ايه كل دي اشكال من الموضل فلازل وعارف شكل الموضل ايه وبص على النقط وشوف النقط دي افضل حاجة تمسيلها ايه لو عندي اكتر من موضل اكتر موضل ما دي بقى مرحلة الموضل بلدنج اللي انا بقولك عليه هبدأ الاول اشوف علاقة وي بإكس وان شكلها ايه الوحيد يبقى كده لقيت واي مع اكس وان لينير يبقى اقول ان واي بتساوي زائد بي وان اكس وان اروح ارسل واي مع اكس تو لقيت واي مع اكس تو كوادراتيك يبقى زود على المعادلة دي الجزء بتاع اكس تو يبقى فيه كوادراتيك يبقى فيه اكس تو واكس تو حتة كوادراتيك على حتة كيوبك على حتة هو ده الموضل على بعض هيبقى نعلم لينير موضل دي يعني عندي كذا كذا وكذا موضل لكل بس بس في الاخر بجمعهم في موضل واحد ده هنتكلم فيه شابتر كامل عندنا في لو بصوته فيه اسمه موضل اه طبعا موضل اه كل ده تحط الموضلة واحدة اسمها موضل ما تستعجلش بس نشاء الله بالتفصيد واحدة واحدة كده عندنا شابتر كامل لو انت بصيت في بيتكلم على بيتكلم على هو ده هنقعد الموضل بيبناء على ايه ده اللي هو اهي شابتر كامل الحتة دي فانا الخطوة الاولى بنرسم او بتسميه اللي هو لما ترسمه على الاسم اساسي طلعلك نقط شكل كده نقط هنبص على النقط ونشوف افضل حاجة تمثلها ايه هل اللينير ولا 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 هقولك اسم هقولك شكل ايه عشان انتو بعارف لما تبص على النقط تعرف لي افضل حاجة تمثلها ايه خلاص كده ادي دي دايما اول نفترض هنا بس عشان ايه نكمل الشابتر هنفترض ان انا لما بصيت على ال لقيت افضل حاجة بتمثله هو اللينير ماسماتيكا الماضل فاللينير ريليشنشيب ادي الشكل تا المعادلة بتاعت واي بيساوي بيتا وان زائد بيتا توي اكس ساعة نكتبها ايه ساعة نكتبها بيتا طبعا الغموز مفروض ما تتفرقش معانا سمتها مرة ايه مرة بي يعني مش فعا بانا عندي واي بتساوي بيتا وان بلاس بيتا تو اكس ده ايه ده الماسماتيكا الماضل وشكله ايه لينير من لقيت ان افضل علاقة بتمثل ال هي النقاط واخد شكل ايه لينير فانكش ادي الماضل لو كان كوادراتك لو كان كيوبك هكتب كيوبك وهكسر لو في اكتر من في الاخر بعمل علاقة واي بكل اكس على حدة وفي الاخر اجمحهم في موضل واحد يعني لما ترسم دياجرام ما بين الواي والاكس وان كتبتلي المعادلة بتاعة ادي واي بتساوي بيتا وان زي بيتا تو اكس وان وبعدين اروح ارسم واي بعد كل دول اهضموهم في معادلة واحدة يعني في الاخر بشتغل على معادلة واحدة شاملة بقى كل ده جزء منها لينير على كوادراتك على 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 بقت معادلة لان لينير موضل فيه من كده هنتكلم الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في شفتر كامل طيب ادي هوا لما جيت انا بصيت على النقط تمام لقيت النقط افضل حيئة بتنصيلي الخط المستقيم اذا المعادلة بتاعت دي هي لينير ريليشنشيب يبقى واي بتساوي ايه زائد بي اكس او واي بتساوي بيتا وان بلاس بيتا تو اكس او بيتا نوت زائد بيتا وان اكس كل دي اوكي شغال كل كتب بتكتبها بطريقة مختلفة لكن في الاخر بالنسبة لنا واحد فانا هنا مثلا لو بدرس علاقة ما بين النامبر بتاعت الطالب يبقى هنا الجريد هي الواي والنامبر هو هو وادي المعادلة اما هتيز بقى المعادلة بالاكنوماتريكس هيجيب لك بادي المعادلة يبقى دي ده الماثماتيكا الماضل اهو وده الماضل بعد الفياس ده اللي هيتطلعه لي الاكنوماتريكس اقول لك والله ي بتساوي 2 بلاس 1 اكس الواي هو الجريد او الجي بي بتاع الطالب والأكس هي النمبر افسادين قابس طب ما بتجي تفسر المعادلة اللي هنفسرها ازاي اولا قيمة الكونستانت اللي هي التودي ده من سميه الكونستانت يعني هنا في المعادلة البيتا 1 هي الكونستانت او من سميها انترسابت او من سميها واي انترسابت اي اسم الثلاثة يبقى كونستانت وكي الاسب اس اسب يسميها من سميها الانترسابت ليه الانترسابت اللي ندينوت الانترسابت ما بين اللين مع ال x اكسس مع ال y اكسس فمن سميها y انترسابت اما بتا 2 بتا 2 بنسميها سلوب او بنسميها change rate اللي هي بتبين ايه بتبين change rate of y with respect to one unit change in x يعني لما ال x تتغير بone unit ال y تتغير بقيمة beta 2 ادي معناها كده اما beta 1 معناها ايه beta 1 هي قيمة y لما ال x بتساوه 0 تعال نفسر الكلام ده على المعادلة المكتوب بالأطفال اولا قيمة التول اللي هو ال intercept او ده معناها ايه ده معناه قيمة y لما ال x يعني لو واحد ما بيذكرش خالص فال g بي بتاعه 2 واحد ما بيذكرش خالص ال g beta 2 خلال ادي معناها كده نيجي بعد كده ال point 1 ده معناها ايه معناها ان كل زيادة في عدد ساعات المذاكرة الاسبوعية ب one unit بساعة واحدة هيزود لك ال g beta 2 ب point 1 يبقى كلما ازود عدد الساعات المذاكرة ساعة في الاسبوع زيادة هيزود ال g beta 2 كان ب point a ب point 1 ايه الاقهم بتقول كده طب الاشارة البصف بتقول ايه الاشارة البصف بتقول ان في بصف relationship between x and y وده ماشي مع اللوجيك اه ماشي مع اللوجيك ان كلما يزيد عدد ساعات المذاكرة المفروض يزيد ال g beta بتاع الطلب من التفسير بتاع المعلق لكن انت في الخطوة دي انا في الخطوة دي بس مجرد ان انا بحدد الموضل بصيغ الموضل في شكل الماسماتي اللي هو ده سواء كان الموضل بقى linear quadratic yopic الكلام ده من الايه من ال scatter diagram بنرسم ال scatter diagram وبعرف شكل الموضل ايه كان ده هنقضو المور دي كده انا هنا بقول جنرالي عشان رب بس الامور مبعد بعد ما بين ال x و ال y ال x و ال y بنسميها variables يعني في الموضل اللي فات ده ال x و ال y دول economic variables خلاص ما اللي احنا بنقوله ده في الايكونومات مش شرط يا جماعة يكون الموضل بتاعك حاجات اقتصادية اي variables ينفع في الاقتصاد ينفع في حاجة دانية فهنا بنزجاب ال x و ال y دول يعني ال y بالنسبالي هو ال gpa بتاع الطالب و ال x هي number of studying hours per week هما ال beta 1 و ال beta 2 ال beta 1 و ال beta 2 بنسميها model parameters يبقى الموضل دائما فيه variables وفيه ال variables هما ال x و ال y و ال parameters بتاع المodel هي ال beta 1 و ال beta 2 خلاص كده طيب ال beta 1 زي ما قلنا بنسميها ال intercept بنسميها ال cognizant بنسميها ال y intercept واذي بتمثل قيمة y لما ال x بتسوصت طيب ال beta 2 بنسميها ال beta 2 بنسميها slope بنسميها change rate بنسميها regression coefficients يعني من ضمن مسميات ال beta 2 regression coefficients طيب دي بتبين ايه دي بتبين change rate of y with respect to one unit change in x يعني كل لما ال x تتغير بone unit ال y تتغير بقيمة beta 2 زي ما قلنا من شوية ان لما عدد ساعات المذاكرة يتغير بone unit الجي بي بتاع الطارق يتغير بpoint two بpoint one unit بس في نفس الاتجاعة عشان اشارة مجاب اذا داي زيد داي زيد داي اللي داي يعني اشارة البصف هنا ايه ايه طلع طبعا انا هنا بكتبها دايما بصف ولما is هتبان هي بصف ولا يعني محدش اكتب بالمعادلة y بتساوي beta one minus beta two اكتب وبعد القياس هتبان هي بصف ولا نكتب فعدي بعد القياس اهو نفترض طرعة كده y بتساوي two plus point one x فالتو هنا معناها ان قيمة ال y لما ال x بصف والpoint one معناها ده معدل تغير y with respect to one unit change in x يعني تعريف الرموز اللي احنا قناها قادي معنى x y قنا دو ال beta one و beta two بنسميهم or parameters of the function و beta one معناها ايه وال beta two معناها معناها هيا اه دي الخطوة بتاعة تحديد الماضي يبقى في الخطوة دي كله انا بعمله ايه بترجم المعادلة فقط لغير معادلة برموز ما فيهاش ارقام فيه بنا كده بحدد المعادلة ازاي زي ما قلنا بنرسم ال scatter diagram هايقول هي المعادلة دي linear ولا quadratic ولا كيوب ولا 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 اسامي كتير بقى هنتعلم ان شاء الله في شابط الكامل الخطوة بقى كده في المستدولوجي في الرسمة اللي كانت عندنا بعد ما حددت الماثماتيكا الموضل بدأ احدد بقى احول الماثماتيكا الموضل دا الى statistical او econometric model ايبقى الاي ال econometric model دا او ال statistical model احلا نشوف ايبقى الموضل اللي فات بالشكل دا اسمه mathematical model الموضل دا اسمه mathematical model الخطوة البقى كده المفروض ان انا هحول الماثماتيكا الموضل دا الى econometric model او statistical model او فيش مصطلحات كده هنقولها كتير فانوا معارفين معاني المصطلحات هنا الماثماتيكا الموضل اللي فات اللي هي المعادلة 1.1 اللي هي كانت ي بتساوي بيتا 1 زائد بيتا 2 اكس دا بنسميه ان دا exact model يعني الموضل اللي فات دا اللي هو الماثماتيكا الموضل دا اسمه exact model اسمه mathematical model تمام اسمه deterministic model يعني كأن الماثماتيكا الموضل بيحدد ان فيه exact relationship بين الـ اكس وال وي او deterministic relationship بين الـ يبقى الماثماتيكا الموضل بيقول ان فيه exact relationship بين الـ او في deterministic relationship بين الـ اكس وال وي طب دي معانيه ايه دي معانيه على كده اقول هالك اه الماثماتيكا الموضل اللي احنا شوفناه ها ان y بتساوي بيتا وان بيتا 2 اكس ده ماثماتيكا الموضل افطار الاسنا الماثماتيكا الموضل ده وترى لي y بتساوي 2 plus 0.1 x الماثماتيكا الموضل بيقول ايه بيقول ان فيه او deterministic relationship ما بين الـ يعني exact ويعني deterministic relationship ما بين الـ معناها ايه ادي قيم x وهدي قيم y احيك معناها ان كل قيمة لx بينظرها قيمة واحدة للو كل قيمة x ينزرها قيمة واحدة للو كل قيمة x ينزرها قيمة واحدة للو يعني ايه الكلام ده يعني هنا لو انا اذاكر عشر ساعات في الاسبوع يبقى اجيبي بتاع كام اروح اعوض عن x 1 بعشر ساعات عن x بعشر ساعات فارد ربع عشر وان يطلع الواحد واحد اثنين بثلاثة يبقى لو x بعشرة هنستخدم لهم تاني اه x بعشرة يبقى y بثلاثة يبقى يبقى هنا بيفطارد بيفطارد ان كل الناس اللي بتذاكر عشر ساعات كلهم الجي بي بتاعهم بتلاثة اهو كل قيمة x ينزرها قيمة واحدة y فقط لغير طبع يفرد انا عندي عينة من 1000 طالب من 1000 طالب دول في 15 طالب يذكروا عشر ساعات ال 15 طالب ال جي بي بتاعهم تلاثة هل الكلام ده واقع جماعة الكلام ده مش مواقع وبالتالي لا ينتمي للواقع بصلة ماشي جماعة يبقى دي معنى أو ان كل قيمة x ينزرها قيمة واحدة فقط للواقع والكلام ده مش مظبوط طب تعال نشوف لو واحد بيذاكر خمس ساعات يبقى خمسة بوينت وان بنص زي اثنين يبقى يبقى هنا خمس ساعات يبقى ال جي بي اتو بوينت فايف طب لو واحد بيذاكر عشرين ساعة في الأسبوع يبقى هنا لو دي عشرين يبقى اربعة يبقى الماثماتيكا الموضل بيقول ان في اجزاكت او معناها ايه معناها ان كل قيمة لأكس ينظرها قيمة واحدة للواي فقط لا غير الكلام ده زي ما قلت غير واقعي ليه لان بيفترض ان كل الناس اللي بتذاكر عشر ساعات جي بي بتاعها ثلاث كل الناس اللي بذاكر خمس ساعات جي بي بتاعها تو بونت فايف كل الناس اللي بذاكر عشرين ساعة جي بي بتاعها فور ممكن واحد ذاكر عشرين ساعة وغاب ما بيفهم ش في الآخر هيصد او في واحد تذاكر ساعتين والجي بي بتاعه يبقى فور. مثل معنى كده ان مش الاكس بس مش عدد الساعات بس هي اللي بتحدد الجي بي بتاع الطالب. في عوامل كتيرة اخرى تمام? بتأثر في الواي لكن مش انكلودت في الموضل. لكن الموضل ده بيفترض او الماسماتيكا الموضل بيفترض ان العلاقة بين الاكس والواي از اجزاكت او يعني ايه? يعني معناها كل قيمة الاكس ينظرها قيمة واحدة الواي. معناها كل الناس بتذاكر عشر ساعات الجي بي بتاعه تلاتة. كل اللي بيذكره خمس ساعات الجي بي اتنين ونص. كل اللي بيذكر عشر ساعة الجي بي اي فور. ازا الماسماتيكا الموضل ماله مش واقع. اما ليه الحل? الحل اللي انا بحول الماسماتيكا الموضل الى ايكوناماتريك او استاتيستيكا الموضل. وده اللي هو واقع. اللي هو ايه? ممكن اكون انا وانت بنذاكر عشر ساعات بس انا الجي بي اي بتاعي تلاتة وانت الجي بي بتاعه تلاتة ونصف. خليك اشتر مني اوه. ممكن انا يكون بذكر خمس ساعة وحد تاني مش تذكر عشرة ساعات وهو الجي بي بتاعه اعلى. تمام? ده ده الواقع بقى. الواقع كده. الواقع ده هنترجمه الى او ازاي? تعال نشوف. يبقى انا كده اوه. الماثماتيكا الماضل زي ما اقول بي اسيوم ايجزاكت او ديترميناستيك ريليشنشيب ما بين يعني معناها كل قيمة الاكس ينظرها وان او يونيك فالي افوه زي ما شوفك. كل بيذكروا عشرة ساعات الجي بي بتاعهم تلاتة. تعالوا بديك مثال تاني. العلاقة بين الانكم والكونسابشن. دخلك والانفاق بتاعك. لو انا وانت كل واحد مننا بيبط خمس سلاف. هل معناها ان احنا الاتنين لازم يكونوا بنيصرف اربعة وبنحاول سالف? طبعا لا. ممكن يكون في مئة واحد بيبطه خمس سلاف. واحد بيصرف الخمس سلاف كلهم. واحد بيصرف نصهم. واحد بيصرف تلات ترباحهم. واحد بيستلف ويكمل عليهم عشان يعيش. عادي. ليه? لان مش الانكم بس اللي بيأثر في انفاق. في عامل اخرى. انت عين دك عيلين واحد عنده التلاتة. واحد عنده عيال اكيلة واحد ما بيأكلوش. واحد في عوامل اخرى غير الانكم هي اللي بتأثر في الانفاق. الماثماتيك الموضل ما خدش الكلام ده في الاعتبار خالص. وما ليه اللي هياخد الايه? الايه? الايكونوماتيكال او الايكونوماتيكال او الايكونوماتيك او الاستوكاستيك ماضي. ففي الواقع يعني العلاقة الماثماتيكال دي في الواقع ما بتحصلش. ما بين الايكونوميك باريوز. يعني الايكونوميك باريوز. العلاقات ما بينهم مش اكزاكت ولا دي ترمينيس. وما العلاقة بينهم ايه? اين اكزاكت? استاتيستيكال ايكونوماتيكال او استوكاستيك. العلاقة الطبيعيطة استوكاستيك. كلمة استوكاستيك يعني بروبيليستيك. استوكاستيك معناها احتمالية يعني او ايه القصة الجديدة دي ايه بقى يعني ايه انا يمكن شرحتها قبل كده في الماجستير بس ببساطة كده هنا هنقول ديتيل زي شوية تعال نشوف يعني ايه بقى الكلام ايه بقى الموضوع او ايه بقى الخطوة دي احنا بقول بحول الماثماتيكال ماضي الى او ايه بقى الماضي او ايه بقى الماضي الايكنوماتريك ماضي اللي هو بيفترض ان العلاقة ما بين الاكس والواي is stochastic كلمة stochastic عكس deterministic اللي هي ايه اني مش شرط نكون احنا عشان بنقبط زي بعض نكون بنصر زي بعض ولا شرط عشان انا وانت بنزاكن نفس عدد ساعاتي بجيبه بتاعنا بواحد هو ده الاستنتيستيكال او الايكنوماتريكال او الايكنوماتريك ماضي فمنون ايه بقى ايه بقى موضوع الايكنوماتريك ماضي او الان اجزاكت موضل او او ايجزاكت موضل 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 او او ايجزاكت موضل او 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 ما بين ال-x وال-y استحالها تلاقي النقطة على خط واحد يعني معناها ممكن تلاقي شايف القيمة دي والقيمة دي دي عند نفس قيمة x نفس قيمة x هادي y ودي y تاني يعني كان نفرين مثلا يذكروا نفس عدد الساعة بس ده الجي بي بتاعه كذا يبقى هنا ممكن تلاقي ان قيمة الوحدة لx ينظرها اكتر من قيمة y تمام زي هنا مثلا نفس قيمة x عند قيمتين هم لو y وقيمة كمان لو y لنفس قيمة x وده ده الواقع ده الواقع يعني ممكن تلاقي طالبين ثلاثة اربعة بيذكر نفس عدد الساعة لكن كل واحد له جي بي اي مقترب طب ايه السبب على اساس ان في عوامل اخرى غير عدد ساعات المذاكرة بتأثر في الجي بي اي بتاع الطالب درجة زكاة الطالب فيه طالب مثلا نوعية المادة فيه واحد بطبيعته المواد اللي فيها ارقام ومعادلات تشطل فيها بغير ما يذكر وفيه واحد العكس انا كده مثلا انا الديني كتاب مكالكع وكله معادلات اه بولا بيفرم معاي الديني كتاب كله نظري ما فيهوش معادلة ممكن اصعد فيه على طول تمام يبقى هنا يبقى طبيعة المادة نفسها طبيعة مستوى زكاء الطالب اه البيئة اللي عايش فيها الطالب الطالب بيذكر عشرة ساعات وعنده خمس عيال طول النهار ده وشا في البيت في الخمس ساعات بالنسبة له ما بيطلعش منه بمعلومة وفيه واحد الديني هادئ بالنسبة له ويذكر ساعتين في يوم الشفر وهكذا فات طبعا الكلام ده اللي بقولكو ده كلام وقع اذا دي الشكل ده هو ده الايكينوماتريك او الاستيستيكال او الاستيكاستيك ريليشنشاب ان ممكن قيمة واحدة لإكس ينظرها اكتر من قيمة لواي فهنا الايكينوماتريك ماضل اهو بايبا كده بقى لما جاي ارسم الرسمة دكتور ممكن سؤال فضل احنا لما كنا بنشتغل على ال data في ال shape curve بيبقى عندنا معظم ال data في جزء معين وفي حاجات outlier بتطلع بره وكنا بنستبعدها علشان تطلع المنظومة سليمة او تطلع الارقام ما احنا في الحالة دي احنا ال outliers اللي هتكلم عليها احنا يعني لو خدنا curve مثلا قلنا ده متوسط معظم الناس والحاجات اللي برا curve دي outliers لا الحاجات اللي برا curve دي مش outliers الحاجات اللي برا curve دي data واقعية يعني هنا كل دي بيانات واقعية انا جمعتها من الناس جبت مثلا افطار دول نقط مئة نقط يعني معناها انا جبت كل واحد بيزاكر كم ساعة والجي بيبتاعه فدي كلها قيم في الرينج لكن امتى بقى outliers لو يطلع نقطة هنا شايف الحتة عند الماوس اللي بحركة دي لو فيه نقطة هنا هدي outliers بعيدة عن معظم الدات فدي outliers والextremes ودي دايما قبل اي ناس بتستبعد يعني انا هستبعد outliers والextremes واحد ما بيذكرش خالص والجي بتاع the outliers واحد بيذكر مئة ساعة والجي بيبتاعه صفر the outliers دي بره ايه بره range فالoutliers مش هما دول the outliers دي كده قيم جوه رينج بتاع الداتة بتاعي داتة وقع لكن the outliers انت من اللي ويت واحد دول لقيت واحد بيتسأله بتذاكر كم ساعة لك انا بذكرش خالص طب جي بيبتاعك كم عام قالت فور the outliers the extremes واحد تاني بتذاكر كم ساعة قالت ده انا بذاكر سبعين ساعة في الوسبوع يعني بروح مش شوك بعد ذلك لغاية ما نام كل يوم طب جي بيبتاعك كم واحد the outliers the extremes ده قيمة غير طبيعية دي قصة تاني هنتكلم طبعا بالتفصيل ان شاء الله يبقى نقل دلوقتي ايه الكلومتريك ماضل بيقولك لا ده ممكن يبقى نفس قيمة X وليها أكثر من قيمة Y أهو كلنا بنقبط خمس تلاف جنيه اهو ثلاثة تنفارب ببضو خمس تلاف جنيه ده بيصرفهم كلهم ده بيصرف منهم أربعة بيحوش ألف ده بيصرف ست بيستلف ألف عشان مش ده في الواقع بيحصل ولا بيحصلش يا جماعة ده بيحصل هو ده الاكنومتريك ماضل يفترض أن ممكن قيمة واحدة X ينظرها أكثر من قيمة Y ده في الواقع كده الداتا الواقعية لما رسمتها ايه اهو بص كده النقطتين دول فوق بعضهم يعني عند نفس X النقطتين دول فوق بعضهم عند نفس X لكن ليهم قيمتين مختلفين للواقع كأن نفترض X خمس ساعات اتنين هم بيذكروا خمس ساعات بس واحد الـ GP بتاعه 3 واحد الـ GP بتاعه 2.5 او 3.5 ده في الواقع ده في معادية ولاست وليست إذن قادي الواقع الواقع بيقول أنه ممكن يبقى نفس قيمة X ينظرها نفس أكثر من قيمة الـ Y لو أنا خدت الـ X ده عبارة عن الـ income الدخل ويه الـ Y ده الـ consumption الانفاق يبقى دي 3 انفارهم في السامبل بتاعتي بيبضوا خمس تلاف لكن كل واحد بيصرف الأولاني بيصرف الخمس تلاف كلهم التاني بيصرف 4,000 وخوش ألف التالت بيستلف ألف عشان يعيش ويكمل شهره بيصرف ست الأولاني ده عنده 3 عياد يده مرتب ومكافي بالزبط التاني ده مش متجوز خالص معدوش يعني ما بيصرف وده عنده خمس ألف مدارس أجنبية فبيعمل جماعيات وبيستلف عشان يدفع عنهم من قصة بتاع المدرسة واقع خلاص كده يبقى الاكنوماتريك ماضل أو الاستوكاستيكا ماضل أو الاستوكاستيك ماضل أو كل دي نفس المسميات ده الواقع ده اللي بيفترض ان موقع من قيمة واحدة الـ ينظرها أكتر من قيمة الواي لكن المسميات الماضل بيفترض ان كل قيمة الـ ينظرها قيمة واحدة الواي لاحظ لما جيت أرسم هنا رسمت في نوات ضرر اللاين في نوات ضرر اللاين لكن لما جيت أرسم هنا الـ رسمت كل النوات على اللاين ليه كل نقطة في اكس اهي اكس دي الواي بتاعتي الى اكس دي ال-Y بتاعتها. ال-X دي ال-Y بتاعتها. كل قيمة ال-X بنظرة قيمة ال-Y. لكن هنا. ممكن اكتر من X ليهم. ممكن X واحدة لها اكتر من Y. X واحدة لها اكتر من Y. الرسم يقولك. دي بيانات واقعية. اي. افضل نقطة. اه النقطة ده. يعني النقطة من غير الخط هو ده. طب النقطة دي اللي انا شايفة قدامي اكتر حيات مسالة ايه هو. دي لا واخد اشاج الكيرف ولا كيابك ولا اي شكل اشكه. اهو. في المنزلة. ممكن تكون النقطة كده. ادي دي معادلة زي كده. خلاص? لو كامل اللفة بقت كوادراتيك. خلاص? ما كاملش اللفة بقت لوغاريسمك. لوغاريسمك بتاوي كده او العكس بتاعها. هنتكلم الكلام ده بالتفصيل اهو. برضو واقطع ادي. بص هنا. ثلاث نقطة هم. عند نفس الاكس تقريبا. يعني النقطة ودي. وسط بعض هم بالزبط هم. عند نفس الاكس. دي قريبة منهم. وهكسب. ده الواقع. ده الواقع. فالواقع ده. عبارة عن ايكنوماتريك ريليشنشيب. او ايكنوماتريك موضل. طب ازاي احاول بقى الماسماتيك الموضل الى ايكنوماتريك موضل. بحاجة صغيرة بسيطة هنعمل. هادي الماسماتيك الموضل ها. واي بتساوي بيتا وان بلس بيتا تو اكس. هادي. ده كالين يا رعا. متفقنا ان البيتا وان والبيتا دو دول البرامترز والواي والاكس دول الايه? الفاريبز. احنا قلنا الماسماتيك الموضل ده بيفترض ان العلاقة اكزاكت او دي ترميناستيك ريليشنشيب. يعني معناها كل قيمة الاكس is associated with only and one and only one value of one. ده باسماتيك الموضل. اوله بقى الايكنوماتريك عاش نحوله بص هنعمل ايه? ده اللي احنا سبنا قبل كده. اه. عملنا اه مسالة ولو عشر ساعاتي بها ثلاثة لو خمس ساعاتي بها كزا كرام ده قلناه. بص كده عشان تحول الموضل اللي فاد ده الى ايكنوماتريك موضل كله انا هعملها اضيف ايه? هضيف حاجة على المعادلة. اسمها يو اسمها ايه? ده عبار عن random components. ده ما random كده. اسمها يو. من سميها ال error term. من سميها ال random term. خلاص. ايه بقى اليو ولا الاي دي? يعني بعض الكتب بتسميها ايه? بعض الكتب بتسميها يو. ده الايكنوماتريك موضل. ده الماسماتيك الموضل. يبقى ايه الفرق بينهم? حيث تليو بس دي. طب ازاي اليو هتعمل الفيلم اللي انا بقوله ده كله. تعال نفهم بقى حكاية اليو دي. يبقى الماسماتيك الموضل y equal beta 1 plus beta 2x. ده ماسماتيك الموضل. الايكنوماتريك الموضل y بنسبه beta 1 plus beta 2x plus اليو. ايه بقى حكاية اليو دي? وازاي اليو هتقلبهولي من ماسماتيك الموضل الى ايكنوماتريك الموضل. الماسماتيك الموضل كل قيمة الايكس بنظرها قيمة الوحدة الواي. طب لما ضفت اليو دي ايه اللي خلاها ان القيمة واحدة لايكس ينظرها اخطر من قيمة الواي. تعال نشوز. ايه حكاية اليو دي اولا اليو دي بتمثل ايه اليو دي بتمثل random error يعني ايه random error يعني هنا واحد مثلا بيذاكر خمس ساعات خلاص فالجيب ايه بتاعه طلع لما تعاوض في المعادلة اللي فاتت خمس ساعات يطلع لك 2.5 واحد تاني بيذاكر خمس ساعات يعني الاولاني ده اليو بتاعته بصفر اما تعاوض عن الاكس بخمس ساعات يطلع لك الواي ب2.5 التاني الجيب ايه بتاعه بيذاكر خمس ساعات بس جيب بتاعه ثلاثة يبقى اليو بتاعته كام بنص يبقى كان اليو هو random error اللي بيمثل الفرق بين واحد والتاني بيذاكروا نفس عدد الساعات في الجيب ايه يعني الاتنين بيذاكروا خمس ساعات بس واحد الجيب ايه بتاعه 2.5 واحد الجيب ايه بتاعه 3 الجيب ايه اللي هو 2.5 ده اليو بتاعته بصفر واللي جاب جيب ايه 3 بليو بتاعته 2.5 اذا كان اليو دي ايه قيمتها اليو دي بتمثل محصلة المطايرات الاخرى اللي بتأثر في الواي لكن في الموضل يعني مين قال بس ان عدد ساعات المذاكرة هي اللي بتحدد الجيب ايه بتاع الطالق الشرط يعني ممكن مادة نظري قعد اذاكر فيها 10 ساعات يقدمك انجح فيها بالعافية وفي مادة رياضة وكلام مادة مذاكرش خالص واجيب فيها 100% طب ايه 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 الفرق ايه ده يبقى اكيد ان مش بس عدد ساعات المذاكرة هي اللي بتحدد درجة الطالة في المادة لا ده في عوامل اخرى ومحصلة تأثير العوامل اخرى اللي بتأثر في الواي لكن في الموضل هي دي قيمة اليو هي دي قيمة اليو يعني زي ما قلت مثلا اهو اللي بتتغير مع كل من واحد للتالي ده اللي نعمل ده المسال بص كده عندنا في المعادلة بتاعتنا ادي بعد الاستيميشن ادي واي او اللي بتساوي 2 plus 0.1 X زي ادي بيو اهو انا عندي فيه طالب بيذاكر اه ادي قيمة X وادي قيمة Y واحد بيذاكر خمس ساعات تمام الجي بي بتاعه هنا لما تعوض خمس ساعات في ال X نص بيطلع 2.5 2.5 واحد تاني بيذاكر عشر ساعات خمس ساعات برضو بس الجي بي بتاعه كان سري في حالة الاولاني اليوب كام بزيرو اليوب كام اهو اعوق كده في المعادلة يبقى 2 زائد 5 في بوينت 1 بنص اتنين يبقى 2 ونص اليوب كام بصف طب ايه النص ده جي منين اليوب تمام ده محصلة تأثير المتغارات الاخرى على ال Y اللي هي نوت نكولودت في الماضل يعني ده الاتنين بيذاكر زي بعضا بس ده جاب شي بايه وده جاب بايه ليه لان ده المادة دي مادة كونتتف وراجل ده بيحب المادة اللي هي فيها ارقام وبالتالي جاب فيها درجة اعلى الرغم ان هو بيذاكر زي تاني فكأن ال Y هو حبه للمادة هو عشان شاطر فيه الحاجات اللي فيها الماثماتيكس وبالتالي جاب فيها درجة درجة عالية او بتاعه زي فيه فهمنا كده الفكرة بتاعة ال Y وبالتالي ال Y بتختلف من شخص الى اخر من شخص الى اخر فضل السؤال تاني معلش هو احنا متفقين ان احنا الموديل مش هيبقى فيه فاريابل واحد احنا هناخد مجموعة فاريابل طيب انا دلوقتي هحط ال Y في هذه الافتراضية لما بيشتغل على فاريابل واحد لما اجعمل بقى الموديل الكبير اللي هو هيبقى فيه كل فاريابل المفروض المفروض هتشغل بقى لان تأسيد اسمعني اسمعني انت دلوقتي تعالى كده او نظرية ال Demand هتقول لك ان ال Demand ده بيتأثر بيه بيتأثر بسعر السلعة داخل المستهلك اسمع السلعة البديلة اسمع السلعة المكملة الزوق بكاء المستهلك تعالى انت تجمع بيانات جبنا بيانات عن سعر السلعة موجود اسمع السلعة البديلة ممكن فيه السلعة دي لها خمس ست سلعة بديلة انت معرفتش تجيب بيانات غير اربعة بس تمام جيت انت بتاع زوق المستهلك هتيسو ازاي مش صرف تيسو اذا دايما فيه بتأثر في ال Y مهما تقدر تحصر كل ال Data فيه حاجات بتأثر تمام بالتالي لازم اليوم تعالى مثلا لو انا بعمل بحسب بيه اللي تعين بيه الموظف الموظف لما يجي تعين مرتبه بتحسب بناء علي اول حاجة تعليمه تاني حاجة تالت حاجة المؤهلات بتاعته بيعرف انجليز ولا لا كمبيوتر ولا رابح حاجة ممكن يقول له وسطة مش داخلة في المعضر مضبوط عشان له وسطة ومعرفة في الشركة فهه عطوه على مرتب عالي شوية مش مشكلة تحصل في الشركة تمام طبعا انت وانت بتقيس الماضل ده هتحط الوسطة دي كفار من ضمن المتغيرات طبعا لا يبقى لازم فيه وانا فيه يفيه فانت مهما تحصر من عدد متغيرات بتأثر في الواي برضو في حاجات مش تطعف تقس وفي حاجات ايس ايس غلط اليو بتتعوض الكلام ده هقولك اليو بقى بتمثل ايه فاليو دي بتمثل حاجات كتيرة يعني مش مجرد بس المتغيرات ده واحدة منه يعني اليو دي بتمثل محصلة المتغيرات الاخرى المتأثر فيه النوت في الموت ده مش بس كده ده اليو كمان بتعوض عن الخطأ في القياس بتاع المتغيرات مش كل المتغيرات يتأس صح لو انت بتوزع كوتشنير على الناس هل انت قاعد جوا ضمير الناس ويبين الكوتشنير ده انه الكلام اللي بيقوله ده كلام مظبوط طبعا لا الداة اللي بتنشرها البرص والكلام من ده هل انت متأكد ان لما روح تجيب الداة اللي نقل لك الداة اللي انت خدتها نقل صح لكن حاجات ضربت منه حاجات بزد شرفك يبقى انا في هزا الحالة اليو دي ورعا ايه تعال نقول لك اهو ادي شوية اللي فوقهم بسكت اليو بتمثل اول حال ان دايما الناس اللي بتقول الاتصاد القياسي اللي هون الالكينومتر انت استحالة هتقدر تابزير هتقدر تقيس كل اللي بتعصر في الغواب فده بنسميه الامت إذن في نتيجة ليه ان بعض ما خدهاش في الحزبان وانت بتقيس الديماند التست بتاع المستهلك هتيسه ازاي هتيحزفه عشان حطه الى اعتبار طب لو انا بقيس الديماند على السيارات الطلب على السيارات يلي بيأثر في الطلب على السيارات سعر العربية مضبوط الدخل بتاع المستهلك عصار السرع البديلة بقى المواصلات العامة وخلا من ده مضبوط التست بتاع الزوء بتاع المستهلك بيحب المرسيدز يحب البيئة المدابل وبفزل طب فيه حاجة تانية حدي يقول لي ايه بيأثر في الطلب على السيارات غير اللي انا قلتهم دول وما تقاليتش في المنظرية الاقتصادية ما تقاليتش في الدماء سعر الوحود سعر الوحود سعر الوحود نوع الوحود حاجة تانية ايه تانية اقولي ده او ده تعال في المنظرية ما تقاليتش الجمارك والدرائب الجمارك والدرائب ايه تاني بريورتيز لمشاريع تانية عن العربية يعني عنده بابلة ممكن اعود اشتري عربية ومحتاج لها بس عندي بريورتيز تانية خليت انه ايجل حاجة تانية اقولها لك انا برضو اضافة من عندي عدد الكيلومترات المرسوطة في الدولة لو الدولة طرقها حلوة هتشجعك تشتري عربية مزوط الدولة الطرق مكسرة وبايزة هتشجع تركب الموصلات العامة طب انت بقى تعال بقى انت دلوقتي بتقيس على السيارات هتاخد كل المتغراض في الحزبان استحال في حاجات انت عارفها مش تتعرف تقيس في حاجات عارفها وتعرف تقيس مش تتعرف تجيب اذا في الاخر لازم هتلاقي عندنا الامتد انك انت عمرك ما تقدر تاخد في الحزبان كل المتغراض اللي بتأثر في الواقع فيهمنا الحتة دي اذا لازم في يو سواء كان في اكس واحدة اثنين تلاتة عشرة الف لازم في اليو فليو دي بتعوضك عن الامتد ادي اول حاجة الحاجة التانية الماجرمينت ايررر ايه الماجرمينت ايررر دي ان الداتا ما تقسيتش كويس جدا يعني يعني انت مثلا لو موضوع الطالب والجي بي ايه انت مثلا نفترض الداتا دي هتسأل الناس الطالب القاتي كده عندنا في الكلية يوم الجمعة والسابت في محاضرات كتيرة هتعدي تخش كده على قاعة فيه عشرين تلاتين طالب هتسأل وبتزاكر كم ساعة الجي بي بتاعك انت ايش ضمنك ان اقل لك الجي بي بتاع صح ممكن سائط وحالته بلى فهيقول لك حاجة عالية عشان تكسفوش اذا هو ده ايه فممكن فيه خطأ في القياس بالذات الداتا اللي تتملع من الكوتشينير انت ايش ضمنك الكلام اللي هو بيقوله انت بتفترض ان هو بيقول صح لكن اش عارفك اذا فيه فالماس فالماس ان دايما الارياب الانترست الاريالي افوص والاك الاريالي ان القياس بدقة ده ما تضمنهوش هيا ما تقصص صح حلو لكن الدقة دي غير مطمون عشان كده دايما ايه في عشان كده يا جماعة انت ليه لما تيجي تعمل لأي باريبول ليه ممكن الوركاست بيطلع ماشا انتوا درستوا قبل كده في المجسير مثلا لو لسه ما درستوها ش في الدكتوراه فدرستوها في المجسير فدرستوا شابتر عن فكان من ضمن الفيشير بتاعة الفوركاست بقولك ان الفوركاست is rarely perfect يعني perfect forecast perfect forecast يعني الفوركاست يشوي الactual يعني عمل لك forecasting اللي ما باعتك الشهر الجاي هقولك مية تيجي تلاقي فعلا الactual بتاعك مية هقولك الفوركاست بتاع الشهر اللي بعد ه الف هتلاقي مباعتك الف ده اسمه perfect forecast ده ما بيحصلش في الواقع ليه ما بيحصلش عشان ما بتتأس ايه precisely بدقة ما فيش دقة في القياس خلاص وانت ما تضمنش ان الinformation اللي انت جدتها دي هي reliable ولا لا الناس بتقول دخلها صح بيخ وانت بتسأل الناس على دخلك ايه بيخافوا يكون طاعد رايب ولا حاجة مقولكش كل اللي بيوضب مظبوط وبالتالي با دايما فيه measurement error طيب هي ايه تاني هي عندنا بعد كده ان دايما في chance error chance error يعني فيه خطأ راجع ما انتش عارف ايه سبب ده راجع للصدفة البحث اسمها chance error فاليو في econometric middle model بتمثل كل الكلام ده يعني الاخطاء النتجة عن قياس الاخطاء النتجة عن حزف بعض المتغرات الاخطاء العشوائية بقى انت مش عارف سبب ايه دي اسمها chance error يبقى فهمنا كده فكرة اليو يبقى فكرة اليو بتمثل محصلة الخطأ في الفياس بتمثل محصلة كمان الحاجات اللي انت مش عارفها ليه يبقى دي كل ده اليو بتمثل الكلام اليو ده دايما نسميه random error او error term فالرandom error او error term هو ده قيمة اليو فاحنا بنسميه random error او بنسميه error term كل ده اوكي فهنا دي بيتبين ايه بتبين انه ممكن يبقى نفس قيمة ال x بس ليها اكتر من من y بنافس قيمة ال x بس ليها اكتر من y المعادلة الاولية دي اللي هي من غير اليو اسمها mathematical model المعادلة اللي فيها اليو اسمها economic model mathematical model بي اس exact بي اس exact او deterministic relationship لكن economic model بي اس statistical او empirical او economic relationship او in exact relationship والفارق بين ده دي هو حرف اليو اللي احنا شفناه فقط لغير فهنا دايما ال error ده انا بس اخر انت هتكلم فيها بوضوع error وبعدين ندي break ونرجع انا كان نفس خلص الشفتر عبد break بس بش كير عشان نفهم والتفصيل لده الاساس اللي انا هبنى عليه كل اللي هقول بعد كده ان انا هقول خلام كبير بعد كده تمام فالerror term ده ساعات بيسموه error term ساعات بيسموه disturbance term ساعات بيسموه ده مصطلحات مختلفة لليو يعني اليو بيسموها error term شغال disturbance term شغال noise term شغال وده اللي هي الفرق مبين ايه المسافة مبين النوط ومبين اللاين هو ده error term ليه انت دلوقتي اما جينا حسبنا الجي بي اي بتاع الطالب اللي بيذاكر خمس ساعات طلع 2.5 2.5 دي النوطة الوقع على الكيرف دي النوطة الوقع على الكيرف خلاص طب واحد تاني الجي بي اي بتاعه سري حتبقى نوطة اعلى من الكيرف اهو فالفرق هنا النوطة لو الطالب النوطة بتاعته الفعلية واعلى الكيرف فالerror term بتاعه بzero الطالب اللي الر فوق الكيرف ازاي النوطة دي الر بتاعه بصف اللي هو الفرق بين القيمة دي والنوطة على اللاين ده فرق ارق لو النوطة تحت اللاين الفرق يبقى بالايه بالسالب فالفرق ده ما بين النقط أو المسافة ما بين النقط وما بين اللاين هي دي الـ error term أو هي دي disturbance term أو noise term هي دي اللي بتمثل بقى الـ error بتاعتها كام يفرد فيه نقطة عند نفس الـ x فيه نقطة كمان فوق يبقى اليو بتاعت الطالب ده غير ده غير ده اهو كل طالب اليو مختلفة جاية من اين اليو المختلفة دي؟ جاية من العوامل الأخرى واللي قمناها دي الخطة في القياس المتغارات المحزوفة الصدفة القصص دي كلها كل ده بيتحط في قيمة اليو فليو اسمها error term اسمها disturbance term اسمها noise كل ده نفس المصطلحات بعض الكتب بتسميها error term بعض الكتب اسمها disturbance بعض الكتب بتسميها noise اعرف كل المصطلحات عشان لما تقرأ انك انت وانت اثناء الرسالة هتقرأ كتب كتير في المادنة مش محتاج تقرأ كتب كتير هو كفاية كتاب بتاع ججرات اي واحد منهم الاخير اللي انا بعته ده عشان له ترجمة عربي هبعت لك الترجمة العربي عندك العربي وعندك الانجليزي اوكي فهذه ايه ده اخر صفقة هاولا على تعالي بوسك لو انا بدرس العلاقة ما بين اليدكيشن والويجيس او السالري او الوجوف الواي هي الويجيس الاجر اللي انت بتاخده والاكس هي التعليم فممكن اليوتكم بتمثل ايه غير التعليم ايه اللي بيأثر فيه السالري غير التعليم اليو ممكن تكون خلاص كبرا اللي عندك اليو ممكن تكون الوظيفة مش بس تعليمك ده كمان وظيفتك ما انت ممكن يبقى معاك دكتوراه وشغال فراش خلاص او ممكن يبقى معاك بكريوس وشغال مدير عهن اذا النوع الوظيفة نفسها اللي انت هتشغلها برضو بتأصل في المرتب يعني مش التعليم بس يبقى عندي اليو ممكن تكون ممكن تكون الجوب نفسها اللي انت هتشغلها ممكن يكون الجندر لو فيه اماكن زي مثلا عندنا المحلات ليه المحلات بتشغل بنات كتير مش غلوش عشان البنات بياخدوا مرتبات صغيرة عن الولاد فتلاقي المحل اللي مشغل بنت تبيع تعمل لانه واحد هيبقى مش هيبقى للمرتب ده انو الراجل عايز مرتب أعلى عشان يعرف عايش عيانه والكلام اللي انت عارفين بقى ده طب ايه تاني ما انا قلت الالشوب اللي هشتغلها ممكن يكون الجندر ممكن يكون بقى بيعرف انجليز بيعرف كمبيوتر لكن عنده كله ممكن الواسطة حاجات كتيرة جد ايه دي طب لوكات الواي هي عدد الجرائم الكريمز والأكس هي هل بس عدد الجرائم في عدد فقط نغير يعني كلما يزيد عارفين كلما يزيد عدد الرجال كلما الجرائم بتقل بس هل ده بس لا الفقر في البلد التعليم في البلد الحاجات دي كلها مستوى التعليم بيأثر في محط بلات الجريمة درجة مستوى المعيشة بتاعت الناس بيأثر فيه معدلات الجريمة خلاص اذا اليو بيتمثل الكلام دي كله نعم الاؤارنس برضو الاؤارنس برضو بالضبط اذا كل ده ممكن يكون اليو طب الطلب على السجارة وسعره هل بس السعر السجار هو اللي بيأثر فيه طلب ليه لا فيه حاجات كتيرة خلاص فيه مدى الوعي الصح عند الناس خلاص خطورة للناس عارفينها على السجار فيه الدخل بتاع المستهلك نفسه السجار صار خيصة بس انت معاكش فلوس فمشت الشت خلاص وهكاس يبقى فيه يبقى فيه عوامل اخرى بتأثر خلاص تمكنه دي معكوسة في اليوم يعني الدرجة اللي انت عجبها في الامتحان وعدد ساعات المذاكرة هل بس عدد ساعات المذاكرة طبعا لا حسب البيئة اللي انت عايش فيها ممكن يكون الشخص متجاوز اللي مش متجاوز بيأثر فيه ممكن عندك يالو ما عندكش عدد الاطفال اللي عندك بيأثر على مستوى المذاكرة بتاعك عندك يالك كتير ما انتش عارف يذاكر ما عندكش خالص بتذاكر كويس إذا بفيه عوامل اخرى بتقصر في الواي نوت انكرو دي في الموضل بقولي ده فين في اليوم فهمنا كده فكرة يعني ايه يبقى الفرق بس ما بين الماسماتيك الموضل والإيكونوماتيك الموضل إضافة اليوم فقط لغير اليوم دي عبارة عن الارور تيرم او الديسيربانس تيرم او بنسميها النورس ده ملخص للحطة دي كلها يبقى أنا بعد ما بحد الماسماتيك الموضل بحوله إلى إيكونوماتيك موضل بحوله ازاي بإضافة اليوم الفرق بين الماسماتيك الموضل والإيكونوماتيك الموضل الماسماتيك الموضل بيفترض إن كل قيمة الأكس بينظرها قيمة الواي الواي فقط لغير وبالتالي كل النغط على الستريت لغير الإيكونوماتيك الموضل لا ممكن نفس القيمة الأكس ينظرها أكتر من قيمة الواي الفرق بينهم هو قيمة اليوم أسابيك دهب البريك بقى دلوقتي وبعدين نرجع نكمل إن شاء الله حد عنده أي استفسار محاضرة ممتعة احنا أنا بشكورك جدا محاضرة ممتعة جدا 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 أنا لسه ما قلتش حاجة أنا لسه ما قلتش حاجة أنا مستمتعين بكل خطوة صراحة أجل الكلام ده اللي آخر لا تريد صراحة يا دكتور جالينا بس والله أنا متعرفة أقول لها عليك إيه بس الجد فعلا يعني الموضوع ممتع نشكورك جدا جدا هو الموضوع جميل ولسه إن شاء الله كل ما هنتعمق فيه كل ما يحلى بس هيبقى أصعب شوية بس إيه إحنا بنسهل الدنيا على قد ما بنقدر إن شاء الله وزي ما قلت كده خطوة سن نبسان واحنا شغالين الحاجة اللي مش واضحة اسألوا فيها عشان أنا عايز هو المادة دي مهمة فيها يا جماعة المادة دي مهمة جدا وقت الرسالة هتحتاجها هترجع بقى تسمع تسجيراتي بقى دي تاني وهتقول بقى الناس اللي مش مركزها هتقول دي يا ريتني كنت رجزت مع الراجل ده عشان نفهم منه الكلمتين ده فركزوا معي حتى لو انت يعني فيه ناس بتعمل الانالسز عادي بمكاتب حتى لو فيه ناس هتعمل لك الانالسز انت لازم تبقى فاهم عشان تعرف تاناليز الكلام ده فده مهم جدا يا جماعة عايز وانتوا كمان معي محدش يعد يركز دي هو الانتحان هيجي ازاي وهنعمل ايه في الانتحان لا تركزي في حيط دي خالص ركز انك تفهم تهمت الانتحان كله فيه والحسابات والكلام ده الكمبيوتر يعمل بس فركز انك تفهم الكلام ده عشان تعرف تطبق تقول ليش انتحان هيجي ازاي تحان سهل جدا كل حاجة سهلة وبسيطة والدنيا ما تريدش تغيطش بالك بالدرجات تريدش بالك بالامتحان ركز بس انك انت تستوعب المادة عشان المادة دي المادة تطبيقية هتحتاجها في الرسالة تاني يعني لازم هتحتاجها في الرسالة شكرا يا فندم شكرا جزيلا مش وحش والمحاضرات بتتسجل وتقدر ترجع لها تاني وترجع لي تاني بعد ما تيجي تشغل في الرسالة فالامور سهلة ان شاء الله احنا هنبدي البريك بقى دلوقتي هو البريك ده بيبقى طويل بس شوية ساعة عشان بس انا افتر واصلي واشرب شاي والخصص دي كلها واشرب لي قبات ينسيبه ونرجع نكمل ان شاء الله فدلوقتي نرجع على الساعة واحدة ونص؟ اه بالضبطة يبقى نرجع على الساعة واحدة ونص ان شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر